اه ازيك يا شباب هاملين ايه الحمد لله اه فتحنا عن الناس فتحنا بقى خلاص كده فتحنا حمد لله عسلم خلاص والله كان فيه اي حاجة هنقع بقى زي الخطوبة السلونات كده كله انا ببص البعض وشعبين مين يبدأ بدايا على استمارات الطلب اللي تقدمت في جروب الفيسبوك في جروب الفيسبوك اللي محدش بيعمله لايك وبيخش عليه مع انه سخنه وبسمسم ليه يا صاحبي وفيه 16000 منات ايوة بس فيه ناس لسه مدخدتش اه صح فيخش لجروب الفيسبوك عشان تطلب ضيوف تطلب ناس بص اهو زي المثل امامكم اهو عمر الجمل حلقة جديدة مني اشتري مني انتاج ده بودكاست برودكشن اوه تبارد عشان تبقى فاهم اي حد بيدينا فلوس بنعمل كده ايوة باهم احنا بس احنا بس ناخدهمش ورق بناخدهم قطو والله هي طيب جميل بناخدهم تكنيكا جميل جميل نورنا عمر بي الله يكريمكو الحمدلله ع السلام سعيد 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 ايه الاخبار بصوا هشرح لكم انا هلدي مشكلة مع الاستضافات حسنا اولا انا عارف انها مش مستضاف بس انا حاسس ان انا مستضاف هشرح لكم انا استضافوني في برنامج زمان جدا علشان انا بمثل مصرحه ماشي فاروعت روعات صعبي استضافونا في برنامج لايب طيب بقولك ده كليف هنجر مهم جدا جدا نحط بعد اللي حصل نحط 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 ونرجع تاني فاتكمل والله نحط 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 مشاكل نفسية فاستضافونا المهم ايه قاعدوا يسيرونا في حاجات احنا لا نفقح انا عشي فبدأنا نقول اي عبط فها بيحاول يلحق الحلقة يعني فالمزيعة كانت قاعدة مكانك كده قاعدة مكان بدري كده حلو كده كانت حلوة كده لا مش الدرجات فعندين قاعدين فأنا عكيت قوي في إجابة فهي بيدخلوا مكالمة من الستوديو علشان يلموا الدنيا مكالمة من الستوديو اه هي بتقول بقى ايه ومعانا الاستاذ هي بتشاور الكاميرا بتاعتها هنا وراك كده فبتقولوا معانا الاستاذ محمد من سهاج فانا قمت استقبل استاذ محمد ده قمت بقى قمت عشان اسلم وبرفع يلو الليت بقى بشتو عط 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 هوا ايوة على الهوا وقمت لأ قمت رح تبقى ايه شدت كرشي كده واس محمد احنا اصل جاي من سهاج يحض احنا متوتر جد لا احنا متوتر من ايه ايه محمدات ايه اللي ممكن يحسن تلوقفة قدام الناس وكده طب بقول لك إيساني ما يسمي من أسيوت وراك كده بس هو الروب بتاعه وراي معانا عمر الجمل النهاردة صاحب عين جمل يعني وشركاء عمر الجمل وشركاء اللي هو اللي هو مش stand up comedian برضه عشان اللغط يعني عشان بس اللغط أنا interactive comedian الله ما هي ال interactive comedian مع الناس ما هي ال interactive comedian والله اتقلي اتقلك ما انا اخد بالك انا ما طلقتلي الفكرة ايو ايه اللي حصل يعني خلي الجزء ده اه اه والله بجد بجد عايزين نعرف اللي حصل انا كنا في ليلة وقفة وقعد مع اصحابي في قهوة في المنطقة حلو كده ناشا فاحنا قاعدين ايه بنتكلم فكل شوية حد يفتح موضوع وكلنا عندنا هزار فيه من غير ما نبقى مرتبين يعني حد يقول يا جماعة ده انا عربيتي مش عارف جابت طقم جوان ايه فانت اصح ما بجد ايه هزار على العربية جدا فاحنا في هنا ومحد يفتح موضوع يقول لك عربية ايه عم تشوفت المطاب بجيه قدام المدرسة يقول له فاكر المدرسة اما لعبنا كرة واتخنينا فانهزر على رحنات المدرسة فلاقيت ان الناس كلها عندها القدرة على الهزار ومحدش مرتب هو الفرق ايه ان انت المحترف يعني عشان كده انا بشوف الستاندار كوميديانز اكثر احترافا بكتير وحاجة صعبة جدا ان انت بتبقى انت مختار موضوع وانت اللي بتهزر فيه وده صعب جدا انا ببقى انا تمام انا بالجمهور بيقعد معايا على قهوة في المسرح وبنفتح موضوع واديني بقى ايه فعمري انا طبعا في الاول كنت ببقى محضر اجابات عشان احنا بس نتكلم على الغباء فاقعد اقول الناس هتبقى غبية في المدرسة فاقعد احضر حاجات اللي علاقوا في المدرسة فالناس طبعا بتقوم تقول حاجات فاناش اي علاقة بال يعني زي الخوف كده الخوف واحد قام قد اللمبة دي كده قام قال لي انا بخاف من الفصولية استعرضي في مخك صح؟ ايه يعني فاهم بس والله جريء ان هو اعمل كده لا ده ده انا لسه فيه واحد كنت في الاردن وعندي حفلة وده ففيه واحد انا غلطت في اسم حبيبي اخوه اخوه الاردني والله العظيم محمصت الشعب مهم محمصت الشعب اه هي فيه محمصة انت تروح انك تجيب من محمصت الشعب تبقى انت رحت الاردن خلاص زي ما تروح كده اه اه كالت منسف ولا حصل لي حاجة لحبار ده كالتو بايدك ولا كالتو بمعلاق لا لا حصل لي حاجة انا معرفتش هم قالولي هتنام وانا برضو قالولي هتنام ما نيمتش لا انا ما نيمتش لحد دمه هم ناموا الاتنين اللي كانوا معاي اه احصل لنا وبعدين رحت القتال هم افوت في حفلة هنحضرها انا خلاص الحفلة دي كانتين من اللي قابله طلعت القوضة قلعت البطلون وبقيت بفردة شراب واحدة والاميس ومش ساكر حاجة غير ان انا نام بالعرض وعمل اعمل والله همعرف ايه حصل ايه ده ايه ليه كلنا اكيد المنسب ده في حاجة هو البتاع الاسمه الجميد ده اللي بيرشو ايه اللي هو لبن العيران لبن العيران اه هو الجبنة جوس بزب جبنة جوسي والعيش والعيش بزب واللحمة داني ورز في وجبة تقيلة اوي هو بيقولك فيه اصلا مطعم فتح حناك في سبيل جبنة جوسي واللحمة داني لسه اجمل اليوم ما جايت يو بزبط ايه طبعا معروفة فيه محل فتح حناك بياه منسف وفيه سرائر عشان تخلص وتتقلي بغضو ايه جماعة والدرجاتي منوم هو تقيل اكلة تقيلة اوي بس انا ما نمتش بس كنت مخي بيدي اردرز الجسم بقى مش قاتر يعني احنا يا الله احنا لازم والله العظيم دايا فاهمة انها لازم تاخدوا الموبايل بس عملك فيش حاجة سبايا لازم مهم اه مهم يعني حاسر ليه في الاردن بقى لا انت اللي ارجعتين لانت كنت قابل مع صاحبك اه وبدأنا انطلع فلقيت الموضوع لزيز طب يا جماعة يبقى احنا خلاص الفورمات دا هين فهيتعمل بس على مصر طب دا ايه بقى اعاد تدور انا شخصيا مش عارف فبدأ تسأل ناس يا جماعة انا تلاقتي هعمل كازا كازا دا ايه فاناس تقول لي بصوا استانداب كوميدي بس لأ استانداب كوميدي فيه فيه موضوع وماتيريال وناس وتتكلم وانت عارف وحاجات فوق مستوى مخي وهنبدأ ازاي وبلدب وحاجات وهنعمل في الاخر بانش حاجات دي بقى على اللا حكايتي انا اصلا مجن ما عليش في الكلام دا خالص حلو انا ببقى عارف اندي الفارشة ولا عارف اندي الفارشة يعني انا طب هي الاول قصة بدهية حصل كده فبيدحك كده وخلاص ايه طب ايه طب لا دا طب يمكن فلا طب عبط ما انا اخد بالك ان اروحت يعني مش عارف اقول كده ولا لا بس انا اروحت ارقب العرض فجرافيكس طبعا ايه شرع انا انا بقوله دا للبقاو ايه دا اه اوبريت لا اوبريت ايه حضرتك بقولك انتر اكتف مسرحية مونودراما قال لي اه اقول كده لا الله انت مرخصه مسرحية مونودراما انا هو ما تلعصه مش محتاج ترقيب ارقب ايه ما فيش رقابة ارقابة على ايه والناس اللي بتتكلم مش انا يعني ايه قصة مسرحية مونودراما مونودراما يعني واحد بس ايه اه طي ماشي بس خلي بالك يعني انا في حتة ايه 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 انا لعبت شوية ستانداب كوميدي بس انا كان عندي مشكلة بقى كبيرة جدا مع الستانداب كوميدي اننا اولا كدك لعبت وده غلط يعني يعني صح صح انا لعبت ستانداب كوميدي لان انا كان الموضوع بالنسبة لي انا جاي من باكجراوند مسرح ومسرح الجامعة وفيه كواليس وفيه بروفات وفلستانداب كوميدي فن مفوش كده في الاول حتى زمان قد بالك مكانش فيه كوميونيتي وفيه شباب وصحاب وبنقف وفيش ده فانا ليه هسيب المسرح ببروفات وبحاجاته وبذكرياته بكده وابقى قاعد بكتب ماتيريال لنفسي وبطلع قوله قدام جمهور وكان في الفترة دي عشان كده انا بقول للناس اللي كملت ابطال لان الموضوع كان انت بتطلع حفلات الناس مش فهم انت بتعمل ايه يعني انت هتعمل ايه تطلع تدحكنا طب ده هدينا حتة مفيش حتة معينش والله بتختغن على بعضها كده في ظل ان المسرحية لا انت طالع فيه فيه مخرج وفيه ورق وفيه بروفات وصنفرة ونقعد نقول في منين فروحت كملت مصرح يعني كملت مصرح جدا وبعدين بدأت ارجع تاني طب انا برضو حاسس ان ما اقول لك هو كان التريجر فعلا موضوع القهوة ده ان انا هعب لما عدت طب ملازيز يا جماعة طب ما نعمل كده وحمد الله يعني مش اول شو كان ايه بقى اول شو عملت ايه اول شو هقول لك اول شو كان روابط كان روابط وطبعا كان البيع صفر طب شفتوا للناس ايه فانا كتبت بوست قلت للناس يا جماعة انا بعمل حاجة ورزق ورزقه على الله انا حتى مش عارف اصيغها يعني خب بالك انا مكنتش عارف اقول ايه ايه وعملت الحفلة وانا فاكر ساعتها المصرح الساعة بتاعته 149 كورسي انا بعت 133 تسكرة طب بصحابي بقى بصحابهم والنبي يا جماعة تعالي وكده وكنت مزبط مع اربعة من الجمهور صحابي لو انا كنت خاف الناس ما ترداش تتكلم كان ده رعب عندي لان انا استحالة اقوم اتكلم في عرض زي الشو بتاعي ده استحالة يعني لما حد منك وع المصرح بيقول مين هنا مش عارف ايه دي انا بخاف جدا من فكرة ان انا انا مش جهز لك همعلم انت خاف جدا فكت في دماغي ان الناس طبعا مش هتردى تتكلم فمزبط مع اربعة وكل هم بتوع مصرح صحابي او اسوأ ثلاثة او اربعة قاموا هم دول لان طبعا انت مش فاهم المونولوج بيدحكوا جدا اللي هو واحد قام فبقول له انت بقى بتخاف من ايه انا الخوف انا بخاف من الايام فالموضوع هو محضر حاجة يقولها في ظل ان الناس بقامت والدنيا جميلة والحفلة مشت والناس بتتكلم وربنا رزقني بالرجل بتاع يعني ايه سالري اللي من وراء ده ولا وده فضل تقفش وهو بدأ يسأل كل ما حد تتكلم في حاجة ما عرفش هو تولد في المسرح ولا ايه هو اي حاجة بتتقل بيقول اه يعني ايه ده اه معنى ايه مسرح يعني ايه سالري يعني حلو كده فلزيز بقى جدا دي كان معك فيها حازم لا اول واحدة خلصت معي وليد وليد المغيز وليد المغيز وما فرض ان انا كنت هستضيفه ودير مع احوار طلع اعدت على بي الماتيريال مش عارف بقى متوتر وعملت لعبة اليوم الشودة وفشلت فشل زريعة مفيش بقى معلم انا مش عارف حاجة انا لو نفخت بلالين وانا وروحت منزل خمستاشر روح من الجمهور وغميت لهم عينيهم ايه ده فبقاهم لا فاهمين ولا شايفين والبلالين طارت من التكيف فبدأنا نحاول ننقذ البلالين فروحت نهي اللعبة تعادل روحت قايل برافو لكل الناس اللي كانوا معانا الله عظيم وخلاص والحفلة مشت وبدأت يجي لي حاجات يا حم احنا كان نفسينا تختار ورقتنا قوي هاي عملت تاني حفلة يوم خمسة تمانية خمسة تمانية ده معلم خمسة تمانية العصر احنا بعين سبعين تذكار ده كان فين روابط برد وخلاص بقى انتهت حلول خلاص وقال له دخلت الناس في المسنجر والنبي تعالو مفيش بقى فخلاص واصحابي عدوية طب خلاص يا معلم السبعين اللي جيين دول من حقهم عليك انك تبسطهم ومش عافي ايه ورطة واستهدب اللو ومقلع وكل الحاجات دي وروحت داخل واخد عارفين جوا في رابط في حمام بخدت وانا باخدهش يتبقى بيخبط وعمر اطلع بسرعة في مشكلة في يا جماعة احنا سول دوت وفي ناس بره بتتخاني عشان تخش عشان جيب من صفر انا واقف بالبشكير مش عارف عامل ايه ومش عارف انا اصلا ما كنتش عارف لسه مستلح سول دوت داخل بالك اه وقال لك احنا ارش انا بتاع مصرح بقى ارش كمبلي قال لك احنا ارش وفي ناس بره وفاحنا هنعمل ايه الناس هتخش توقف طبعا مفيش الكلام ده وسيفتي وبتا والناس مشيت وكانت حفلة عظيمة جدا كنت تكلم فيها عن نحس وحصل فيها حاجات عظيمة قوي قوي نحس في الحفلة فالموضوع اللي هو اللي بتاع اللي منحط فيها الورقة طقت على المصرح مش عارف ايه وعندما خلصنا وماتيريا الحلو جدا جالي الرجل قال لي احنا نسانا نسجل وده كان سبب سخوت شعري اللي بيسأل دي كانت اول زبحة يعني ايه نسي ويركو ينسي ويركو صوت طب استنى ركيت صوتها يا ساشادي لا خلاص اهو مرة لأ وجاي بقى ايه هو بيحاول يقول هالي بشكل شيك فجاي بيقول لي هو انت سجلت الصوت والله العظيم فانا وقيم ببرا في العدة في رابط بالشارع اللي برا دي وعند القهوة فقالت له انا سجلت صوت قال لي ها قالت له انا مسجلت الصوت انا كنت على المصرح قال لي احنا مسجلناش الصوت لأ هو فضل يعمل كده خبطت له على ظهر وعملت كل الحاجة كرعته بتاعه ونايمته وخلاص بس والحمد لله من ساعتها بقى اول خلاص انت عارف انه اول حفلة بتاعت عين جمل دي اذا كنت ممباهر بالفيديوز بجال انا ما نزل انا ما جيتش انا ما جيتش يا حضار بس الفيديوز لما شفتها قلت ايه ده جامد ده يعني حلو ان ما فيش حاجة انت مش متقايد بحاجة انا حضرتي اللي فصول فاكر انت عاملت فصول اللي حضرتها فصول دي وكانت قصة وفصول دي يعني عمال انا لست معدرش حدلوقتي بس يعني مش عارف ليه مخترم مؤدم مش قصدي حاجة والله بس يعني مش عارف والله بس ما حبكش اقولك بس ما حبكش بس ما حبكش بس ما حبكش انت بتسحي يوم اربعة كده تلاقي اتنتشر فيديو لعمر الجامع ايو خلاص يا صاحب خلاص يا صاحب انت دم خفيف جدا ما هو خد بالك انا مش بوضوع دم خفيف خد بالك انا في الاول كنت تلنا لمنازل فيديوهات اه طبعا انا وعاك جاي من الهرم شاو عليكم ايه الديجيتال ده سوشال ميديا اعمل ايه فمعايا عشر فيديوهات بعملهم ابلوك كلهم وبعاهم معاهم يا رب يتشافوا يا رب فدلوقتي لأ بقى خلت حد واحد من صحابي مسيكري لان انا مش فهم حاجة انا بعيدا عندي نغرش طغف الاعلانات والكرياتي في ايه وانا في حاجات في التكنيكالتز بتاعة بقوة ايه ما فهمش حاجة خلصة ايه ماش فهم الدنيا في عامل ايه ولما حد بي في الاول كانت مثلا حد عارف ناس طعوه فين تضحك اه ايه بخش بقى انا اقول لك فين تضحك فطبع حكس اقول لك اما تردش امعلم اتخنم مع الناس فيه فيديو مثلا عليه خمسين واحد عاملين ها 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 فيه دحك المناس دي اكيد مش مرتشية ربما يكون مش زوءك ايه فتمام اعمل لي اقول لك ايه اعمل دللي هو عايز شوف هذا المحتوى مرة اخرى ولكن بتخش تشتمني ليه لا ده عادي تفريغ طاقة تعرف واحد اشتمنا مرة قبل كده على اليوتيوب ودخلت حكي ده قصده قبل كده ودخلت ردت عليه وبتاع يعني في دون هنرد عباد لحد ما في الآخر اعتذر لي قال لي معاليش انا قاسف على الفاترة دي بس عندي طاقت غضب عشان بطلق ايوان لأ جاي طلع غله في ثلاثة عادين عليوتيوب فهم حاجة اه ما هو اه بس قولك عن ذكر الطلاق انا في واحدة في الشو عندي ده بريتج ده كانت والله العظيم كانت هتتطلق في الشو إلا حسنا والله العظيم كنت بتكلم عن ندم ماشي ويه خلاص توقعت اتنى مانا جزء حلو كده انا ايه انا في ناس كتير بتظن ان انا ببقى مزبط مع الناس يعني ان الورقة اللي انا بسحبه ده بيبقى متفق عليه ظن منتوك فلما انت بتطلع بتكتشف انت فجأة لقيت نفسك على الهواء انا فعلا مش مزبط مع حد ايو ايو فساخدت الورقة فانا عادة انا عشان اطلع دحك من الورقة بقى ارى الورقة بسرعة اطلق بتانى ايه شاف ايه ايه اطلع حد كتب حاجة فتب حول تدور على اي حاجة لحد ما نستو مخي يترتب بسرعة ولا اي حاجة اقولها ممتاز فكانت هي كتبة اسمها في الاول اوكي حلو فخلينا نتخلن اسمها ايه توحة توحة اي حاجة فانو رحتقال توحة توحة نتمنى الننى وليت بقى ايه انا عيني بتسبق بققي فليت هكذا بكذا بظبط نتمنى الننى اتجوزت النطع اللي قاية الجنبي ايه ايه مش عارف ان الكلام ده هيتقال طبعا هي في دماغها هي مستقل اه طبعا انتو اكيد دفع النوم في الوصف واكيد يعني مش بلوصت الورقة ده كلها تاخد ورقتي وايه فالناس بسألوا ايه بالنس بقى تسكت ما برضو مراحل بيقول امعلم كاتب ايه فضحة فروحت اقال لا اقول انا فكرة قلت بتهزر فريقيت بقى صوت مراحل فروحت لاتف وبحاول اقول اي حاجة ده من نهر السويد كداري اي حاجة انا مش عارف عامل ايه فبدأت هدندن اغاني وطنية اي كلام بقى اسلامي يا مصر بقول اي حاجة انا بقى من اعايز اقول اي حاجة يا انقذ الموقف اه نشو وابدلت انا ابدلت شوكة متوتر مش عارف اكملي طبعا لان انا كانت نطع اللاجم تطال نانا 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 مصر واشتبنا عليها بقى بقى مرحل دي الطلقة التالتة زوكتوها نفسي وخلق في ناس بتبقى اكد بحاجات جماعة مساكم الله بالخير هتحضر اه ايه بس انت خليلك بردو انت وسط العدد ده يا انت يا وشو حاضر في 300 بني آدم نسبة إن ورقتك تطلع دي قليلة فشخ حتى تفكيرك بدك وبين نفسك يا طبعا وفي الالتشن هوس بقى اللي هو بيقوم كاتب يقول لك أنا أكتبها عشان ألفت بقى الانتظاره ويقول إيه الروش اللي كاتب ده بيكتبوا حاجات بنت 60 كلب أنا شوفت في سول ده الواد اللي قال لك عربي صدبازت بسبب نجاسة بقى أنا حاجة شبه كده أيوة يا فكر الواد ده من كدر النجاسة في العربية عشان نجاسة في الشو خد بالك أنا مش من جرد ينسيق أنا بالهرم اللا دي فيجن أنا من ما انتها اسمها دي فيجن أبازة دي فيجن دي على اللوكيشن صحيح عرفتها من اللوكيشن يعني هيكت العزبة بتاعة رجد أبازة احنا كلنا شخصين عندي دي الأسطورة الأسطورة بتقول كده إن إحنا كنا العزبة بتاعة رجد أبازة هما الناس أصلا بص الأسطورة وهو كان مشارك ناس كاويتة الفيلا بتاعتهم جميل كاويتة؟ قصة عبسية جدا لأنه رجد أبازة مشارك كاويتة ليه وليه أشدريكم في العزبة بتاعته طب ما يسموها عزبة أبازة كويتي يعني ليه رجد أبازة كويتي؟ نعم وبعدين طلعت منطقتنا وعشان كده معظم يعني فيه ناس كتير جدا من عندهم إن إحنا جمينا استوديو مصر معظم الناس عندنا بتشتقليها علاقة بالسينما بتلاقي حد فني مش عارف إيه حد إنتاج حد صوت المهندسين ديكور فنيين ديكور الناس كتير جدا منطقة كده الهرم كله عشان استوديو الهرم ورابرز نعم طبعا معروفة مشهورة فشخ بالليه نعم تعرفش ديه؟ سؤال سؤال استوديو الهرم وإيه؟ ورابرز كتير فشخ رابرز كتير فشخ بتطلع من الهرم إيه رابرز دي؟ رابرز مغنين راب مواديين راب سمعتها حاجة تاني سمعتها كلمة تاني لا 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 مهم يعني ايه يعني هرب عرف مولود أصلا في الهرم؟ لا مولود مش عارف يعني أهلي اه اول حاجة عرفها في الدنيا الهرم ايه اكتر حاجة تميز بتميز عندكم منطقة اوه? ولا؟ يلا حاجة دا ما تنزهاش حاجة في هذا الماق your head حاجة المزının منطقة، والله بص 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 انا دايما بيقول له هذا المصطلح انا ما بفتح باب الاعمارة بحس انا فتحت التلفزيون انا من André مسلية جدا ايوة 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 انت بحيات تحسن هو يا جماعة معقولة يا جماعة يعني 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 طب واقولك يعني احومورة دا مش بكتوب يعني دا مش مكتوب اه انا كشافت زيات ان انا اول ماوصل عليه الشارع هيقولو كات أولنا يا سادزة يلا بيعة التيني ايوه انا اكشفت ده اكشفت ده لما جبرت للأسف اكشفت ده لما جبرت والله العظيم الجمل ايه ايه ده الكمباوند اللي جملت ايه بيعة التيني انا السيدة زينب انا اهل ابوية من السيدة زينب لا والله واهل امي اما فوق طبا مسيدة زينب بصراحة بس هم عزلوا احنا روحنا بقى الكمباوند الهرم يعني او ايا كان في السعودية قالك لا لا سيدة ايه تأسيم ابازة اه 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 او من ديو اه 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 ايه 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 بعدين احنا الهرم اه اخذ بالك ايحد من الهرم لا يس يعني ما بيستغربش الهرم نفسه انا كنت لسه راجع سايق ومعيا واحد صحبي فاحنا رجيما من الحتة عند المتحف الجديد دي والله العظيم قال اه ده اه ده فانا دست في غرامل فيه الهرم 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 هو اول مرة يشوف الهرم خوفه يعني اول مرة يشوف الهرم فهو يحس ان ده يوم الايام انا عادي انا الهرم ده طلعت وتمساكت وتتعاقبت وروحت مكتب الامن عشان تطلعت بالحتة اللي مكتوب على اليام ممنوع تسلق الهرم يعني عادي وفيه حتة تانية تمام يعني لأ هو انت فيه يفتق درش من الهرم دي اكتر حتة يعني تقدر تتصلك كل الهرم فيه اكتر حتة فيها طوب قلق فتطلع بقى من هنا فتتمسك طبعا الامن بيمسكك الامن بيمسكك فتتعايل بقى فبتسمع كلمتين وبتاعه وبتمشي اهمش ايوة الامن بيبقى فالعمري بروحت الهرم مش كمانطقة يعني ايوة الهرم دروح تكتير كنت بقعد عن الخزان مساك كنت بقعد في التعاون ايه دا ايه اللي عملت اقلها دي ايه اللي عدت في التعاون تم Theory محطة جنب معها التعاون غنب منزل لتاعاون الحقيقة مش عارفين هيتسامد التعاون اللي عشان هي جنب بنزل للتعاون وجنب معها التعاون ما عنديش اي معلومة انا مدراستي كانت في التعاون انا مدراستي كانت في شارع التعاون رعت بعطت في التعاون وقعدت في عند الخزان شوية ايهyourخزان تسح ايه بتسра حجبة دي هوا اسمقى الحجاب محطة الهرم الخزان ده عند ستوديو الاهرام. مش ستوديو الاهرام. ستوديو الاهرام اللي هو عند مدينة السينما. ايو 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 عرفت. طب اكمل صاحب انت بتفتح. معلش يعني تفتح. يعني ايه اخدر حاجة عباسية حصلت. ايه لما مشكوا بقى هقول لك انا انا اظن فيه فيديو بس انا معرفش نزولة لأ. انا فعلا بفتح باب العمارة لقيتش اللي تعال صغيرة لابسين شباشب في ايديهم. ماشي. وحفين كلهم. حلو كزا. ماشي. وبيجرب كلهم. ايه الحاجة دي معروفة. ما علي اقليقش في راجلك. و لو بطلعب حاجة فيها امسك او حل او كده مايبقى سلك صوت. بزك! وفي حاجة تاني كمان انك وانت بتجري. لو كده امسك في ايدك. ايو. شفت فيلم هو. شفت فيلم سوية افينجرز الراجل النمر. بتلبسه في ايدك. ايو. افينجرز الراجل اللي هو اسمه ايه النمر? والفرين? لا. مين والفرين ده فاكر البدلة اللي عملون في اخر اللي كان بيلبس فيها الجزمة بتعملش صوت دي قصة مستوحة من التقسيم قبصة عندي انه انت متمشي مدعملش صوت فانت ايه لعنال شب شب العيال بقى كتير قوي وبيجري كلهم ارى حاجة في صمت و بعدين احنا في وقت مدارس بالعال دي مش في المدرسة ليه ايه وبيجري كلهم فانا ايه ده افان دي اميش ومنطرون وجزمة وشنطة اللابتوب وبتاعة متوكل على الله رايح وميدال لبناء رايح وميدال لبناء رايح وميدال لبناء بس ايه شب العيال انا بقى رايح المعالدي وكتر معانيش في العالدي كلها مالموم على ناس الشارع بيضربوا حاجة موت ضرب ضرب فانا قلت ده كلب او قطة انا مش حقوقي اوي بس حرام ايه يعني انا لو لقيت حد بيشرب وفي كلبه بصصته مبعدش اقول له انت زي ما تسقيهو يعني بس لوحد بيضرب كلبه هقفله يعني ايه فروحت مقبل بقى عليهم وايه ولا 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 بس يا بس ايه شعب الحلو كده فوسعه فطالعو كان بيضربه ايه 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 تاعبان ايه اللي ده كلبه ايه وللده كلبه ايه والتاعبان متضرب يا حرام حظه السود انتهى مع عرفش تاعبان جد ما انت عندنا ازاي فقطعوا راسه ومسكين بقى راسه بيجروا وراي انا فانا رايح بقى ايه غضانفر الزهراء الرجعوا يايه أقبر مزاكل بيتخانوا بقى انا اخدوا الراس هو دعبان اصل ادي كده في الاخر ادي بيخاني على الفروة وبتاقي عايزين ادي بيها لا لا المنطقة عندنا مسلية جدا والله العظيم بيتمسك عندنا حرامي موت ضحك موت ضحك واطلع انت فوقها فنان عشان منظر ما يضايق اخورها في الحس بقى جدا انت بنزميها بالفنان طبع طبعا الشهرة دي في المنطقة جات من بعد عين جمل على تيك توك ساعة هم فنان عشان بيبس المصرح بقى زلان انا بشتغل شغلان انا ليه علاقة بالتليفزيون فأكيد انا مشهور بس امش باين اه اه بس الله لا مؤخرا بدأت ناس دولي احنا بنشوفك على تيك توك ومش عارف ايه وابتاعه واحد بحفلة روابط لانت جيتها دي عادة انا بخلص حفلة ممكن حد يجي يقولي ايه شفتك في بيس كيك شفت البودكاست حضرت لك حفلة قبل كده اغرب واحد جالي قالي انا شفتك عند الحلاق اه 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 طيب ايه راب بالتدريجة مش عصلك على الماتيريال بادي انا مضرق كويس هل جنابي عجباك يعني احتاج اخف دقني او حاجة ايه اه 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 انا في المنطقة ما اروف عن الحلاق اه طبعا اه اه اعرف حفلة اركان فاكل لما كان بوله على المصرح وانا وانت بنلف من متاع الاتنين اللي وقفونا في نص الشو وتصوروا معنا دول في الضلمة دول الحلاقين؟ لا اعرف قال لي ايه واحد في امه قال لي ايه قال لي على فكرة انا جارك قلت له ماشي انا سهلا احسن الناس وبتاع قال لي لا 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 جارك وبصلي معاك الجمعة في المنطقة انا ممكن اقتلك في امه الايام ما جيتش الجمعة اللي في الخارج بصليت بره عادي بصلي مع او بشوفك كل جمعة طيب خلاص ماشي عامل ايه طيب لما بيعرفوني في المنطقة وفي العمارة عندنا اه طبعا وضعك دلوقتي في تحديد مثلا حالة المطور مختلف انت هقرر او الله العظيم يعني انت هتقول هيتصلح ولا هيتغير لان انت انا جمعة انت عنا كان فلور اعمو انت عنا كان فلور بقى عمو عديزك ليه نازر تانية لو مرضيش يدفع بقى او حاجة او حازل حاجة الفلوس لا فنان وتكسبه قليل ايه 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 بقول لك هل عندي محور؟ انا عندي محور اه تبخش انت الاول وده ما اسأله فحسن خفت جدا ايه عندك محور تشوف تشوف تشوفوا انا معاشا كنت ببصى على المية بس ان اه الا انت بقول ايه اكتر حاجة انت شايفها في المنطقة سينمائية او او ايه اكتر حاجة ضلمة بقى يعني ضلمة في المنطقة اللي هو فكرت بعدها اللي هو تباسيم المنطقة فاهم أصدقائي لا يعني بص أنا بحب أنا بحب أنا لدي ذكرات كتير جدا في منطقتي يعني أنا أنا بكيت بلعب في الشارع وأتأخر يعني بلعب في الشارع والعقاب إن أنت ما بيش نزول الشارع ده عقاب خاسي جدا 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 لعبت سكرانا لعبت كل أي حاجة جات في دماغ لعبت سكرانا ولعبت شاهدوني ولعبت مساكت الملك مساكت الملك نيشاهدوني كنا بمكارب بقى كنا مثلا في لعبة اسمها ثبت عارفها؟ إنا اخترعنا لعبة اسمها ثبت منجي إيه ده؟ كانت مرج ما بين ثبت وكهربا كان كل مريشن في المنطقة وحلل عارف حلل؟ حلل؟ لو أربعة طيارين واربعة الأمة طيره طيورة طيورة إيه ده أنا ما عرف في دي إسمع حلل عشان أبوك عشان في شغل لو مقدم في حاجة بالتحليل يعني حلل يا ثبت دي دروح لدي لقمنا تقول حلل وبعدين الموضوع سأنا اشرح لي إيه حلل عشان أعرف ثبت دي ليه الاستغمية تحت الكسالة لو تشوف ورن ما يجي من مكان ما لأ أمارنا معنا أنا دايما كنا إحنا كنا بيوند إحنا بيوندل ده يعني إحنا كنا بنلعب إنت كان فينا سؤول لك إيه مساكة الملك دي مثلا باللمس أو بالمسك إيه مساكة الملك دي؟ ثبت وشعب يا سب الجمار رامزي حلو كده؟ ناس أو لمسكه فكان اللمس طبعا كله بيحلف إن محدش لمسه لازم تبقى قضية عشان يبقى على المسك والمسك بتغيري بدأ من بإخناق اللي إحنا بنلعب عادي فوقت بتبسك نجا دي تحالة أخناقة فلاقينا إن إحنا لازم نعمل حاجة فيها عمل ناصي تشاريعنا جنينا فيها شوك عارفين الجنيه مثل على الشوك أيوه الشوك الصغير اللي بيملى الجسمه وبيملى المنطلوبة فيه مصطلح في باب جي اسمه بنزل ألوت أيوه بتاخد موعد إحنا كنا بنزل نلوت نلم الشوك واللي فيها أنا بجري ورا بدر بس دا العناية إنت لو دا تتلمه فبضربه في ظهروا بالشوك ده يا نهري سويت فلو عمتر من اللي عودوه لو في دم يبقى كزان لو في دم دم جاب دم أيوه الوالد أنا دي أنا دي أقصد يعني في الناس اللي بتلعب معايا أحياء أولا 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 أشعر حكنا طيورة دي اللي هي حلل دي إيه اللي بيحصل بقى؟ بيبقوا تمانية أي كل ده أو ست أربعة في فريق وأربعة في فريق في الأربعة طيورين اللي هو دول بيجروا ماشي والأربعة التانيين على الأمة يسيبوا واحد واقف على الأمة أيوه افتكرتها والتلاتة التانيين كل ممسكوا واحد يروحوا حطوه على الأمة ويوفق عليه حارس التلاتة التانيين او الاثنين التانيين انا كان من اللي ممسك فيهم وظيفاتهم انهم يرون يحرروا اللي على ام انهم يسلمونه كله والتاني اللي واقف على الام او الاربعة التانيين وظيفاتهم يمسكوه كان اسمها طيورة عندنا طبع عارف كونسي بالحروقة عارف الحروقة ايه بقى اللي هو يعني هم وهو بالحرارة ويتمسك اه لأ او لأ او ان انا مثلا بقول ايه سبت بدر فبدر يطلع عبد الرحمن فدي حروقة دي حروقة ايه فتعمل ايه بقى تشيل تدفع فرقة او حاجة لا بقى 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 بيتعيد الاول اه فكنا زي ترم الحروقة ما احنا كل منطقة كنا بنروح مكان وبنغير التشيرتات اه اه بعارقها بقارافها بالدانية حاجة ما طفولة يعني مشاردة لا 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 فانا لبس التشيرت بتاعك اللي انت بقى لك ست سنين بتجري فيه وانت اخدت شيرت بتاعك اللي هو بقى له 8 سنين لكن انا اخوي اصلا بلعب بيه زمان فقط ماش فطبع يجيلك تانية وانت بتلعب بس فايقولها يا سبت عمر فقولها هين في عمر فانعيد من الاول لا لا يعني تطلع رجليك وانا وعندك كرة طبعا رجبت كرة والتحدف علينا حاجات عشان منلعبش كرة ايه دا اه حاجات في حاجات لكن في رجل بيعتف علينا موز وبطيخ تابع ان اه ولعت في محل حلاق قبلك عشان فارقا عليك كرة ولعت فيه والله العظيم ولعت فيه قول لي انه بالغلط يعني قول لي انه ما عنده فوها جوه فانت عملتها حاجة جميع ولعت يعني قول لي هولك 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 نعم نبي هولنبي هولك الحاجة انا كنت ناوي اعمل ايه انا هو انا كنت يعني في النوادر قوي في الدايق فشخ ان انا العب في الشارع دي ماشي وكنت امي كده لما تعوز تكون راضي عن نينا فشخ ويا امي مصدع منينا فشخ وعايزت تقول لك انزل عشر دايق وتطلع حلو فانزل بالكرة الصغيرة دي ألعب انا واخوية وبتاع ففيه حلاق اسمه عمس عمس امي ده كان يولي يقول لك ما تلعبوش هنا ما تلعبوش هنا ما تلعبوش هنا انا واحنا عايزين نلعب انا مره في الموسن مره في زي كس السوبر كده مره ايه مره في السنة ماشي فبهزار كده بهوشه رجلي فلتت اي الكرة جت جوا ما قصرتش اي حاجة في الدنيا غير انها حركت البخاخة بتاعت المياه فقاعت بقى معها حاجات شوات مقصتها عشوية جيلي اوه 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 بس نحلها يعني ما عندوش كسباك دهب يعني اللي عايزها تعال اخدها وهو همفتح والت روح ده طبعا اوه وهو مساكها كده همفتح الشفرة بموس قديم مستعمل اعملوا الكرة كده خفلها الجناب اعملها خط زي بتاع دي كم كده اخيرت الكرة تانية اوه دي اعملها كده والله العظيم كنت مستحقر اقول موضع انا صغير ورازلت مستحقروا يعني حاجة في منتاز بستحقر الحلاة بش بستحقر انا بستحقر الحلاة طبعا لا بستحقر اللي قابل انه طالب مخصوص الكويس ترد منه كده المهم يعني المهم اوه زي والله عزيمين القاس ومحترامي والله مش قصد حاجة بس الناس الصالح اللي بيخش من اعزة لا فيخش يقعد يعمل كلمات وقصص ودنيا فيقعد اخر الناس يا عم انت انت مفيش يعني انت بتخد وقت ling عند العلاء. يلا يلا. يلا. خطي يا ربقى. والله ما ده اقرب للاغراج. طبعا. يعني انت موتف ديك. يوا الفاكر النفس مستضيف بهاء سلطان. يلا يلا. يتكلم ومن ده الاريحية اه. انا ممكن هو ما تاخدق. عارف عارف. لا بس انت بتحلل نفسك انت بتروحش. لا بس بروح طبعا. ادقني وبتاع. ادقنك بس. ايه. ادقنك بس. ايه. صاحب الدماغ دي ما تعملش على. تأشير على البقدال اقول لكم الارعر ودي. صاحبي اسمع لي بس. ايه 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 ايه. ايه دماغ دي. بعمل. والله بعمل تأشير. تأشير. ايوة انا لما بروح اي بحر او كده ارعيتي بالتأشر. اه. فبعمل بطع كده. فبروح اعمل مصر. خلي بالك في الاخر بشرة. وبعمل حمام بخار وكده. صاحبي والله دي ما يتعملاش غرنين مغناطيسي والله اسمع مني. والله العظيم دي واسيمة جدا. جدا على فكرة. والله انا لسه مديك الكريدي. بعد ايه? طب استنى. يعني واسيمة دي. موشت والله العظيمش ايه. التلفوني ست موت الاتين اللي هو كده. اللي هو المدور مفاول ازا عامل كده ده. والله انا جاهب نكسرته. والله عادي رضوك كتير. والله عادي رضوك كتير. يلا. ايوة. كمل لك بقى. فمش يسكت بقى فرقه على الكرة خلاص ولا عياط بقى موت ملعياط. انا جاي. وهو بقى طالع. قال له ادنك عامل كازا كازا. وبصه. قال الحاجة. الفاجر سابل الحاجة معمولة. لغاية ما بقى جاي. اللي هي بعد ساعتين. ركور. اه ركور اه. فابويا بقى. حشل مسايا حاجل حتى ما بو بدلي. ايو ايو. فابويا بقى ام طالع. كان ديسة جايب لي عجلة جديدة انا واخويا. وقال لي طيب. هو مفيش لعب بالعجلة بقى خالص. ايه ده. انا خب غلط. وانا كنت عشان العب بالعجلة. بتنزل الشارع. لا. مفيش لعبة في الشارع. مفيش لعبة العجلة في البيت? لا. kal representa عند الناس اللي تعرفين الى عند هو المنظر عند ديين عند لاد البيه الهدى القاهرة وايوه الهدى الى مكان اعرفون من واحد عند بادي المنظر المعرفئ لنا المهم كان له تساحة المهم مفيش تساحة فالدهيق تجتب لا يظهن الى على iç мало وانا احبك لهناك شنتره لك وابعدين واعد بقى مستنى لو اقرفيش علينا تقول لي وانا مغلول وانت عملت ايه؟ قلت طيب انا هولع كان لو في شونة زبالة وحنا بنتطلعه قدام البيت قلت انا هولع فشونة زبالة وارمهاله قدام المحل ايه ده هترميها لأ بنية طيبة يعني بنية ايه تحويش ارهاب بس كارد ارهاب ايو ايو وبعمل كده وانت ركزت مع النار البلاستيك ساح جاء خبط فيدي وامترميها نزلت على السطح بتاع محل الحلاقة ده وابقى بيبيعه الوقت الناس اللي متعرفش المنزر محلات تلات اربعة محلات جانب بعد دور يعني هو بصف المحلات ده مفيه ما فيهوش حاجة بس وجانبه العمارة فنزل بقى على البتاع كده والسطح مش خرصانة خشب على خيش على مش عالف ايه وبتاع حريقة حريقة المطافة جاءت يانهري سودو منيل والله العظيم أطفالنا الأحباء دونت رايز يسأت هو ولا عند الحل مرة احنا تعارفين في أي منطقة في دايما يسموها إيه أسطورة كده حوالين مكان إن المكان ده مهجور وفي حفاريته في واحدة تقتلت فيه جوه ودايما الواحدة وابنها هو اللي قتلها علشان يورسها وهو ابنها الوحيد يعني ما كان يعيش في خيرها عادي وهي عايشان مني فإحنا في فيلة عندنا على نصة شارع من شارع اللي جنبنا كده فيلة دي أساطير الدنيا عليها وده واحد قتل أمه ودفنها ودفن رجلها عند النخلة دي وإيديها بذل مجهود يعني مش طبيعي دفن رجل تاني هنا لا 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 لو رجل جماع فنلعب كرة شارع التلاتيني ده بنلعب فيه كرة نحطه تبتنه تبتنه بنلعب وبتاع فكرة وقعت فيه هذا الصور وطبعا أنت كطفل من كتر الحاجات اللي بتتحكيلك بعدين ما حاش بيحكي القصة ما فيش أصلا ما فيش حاجة ما فيش أي حاجة بجد ما فيش حد تحكم يعني ما فيش حد كان عايش هنا يعني عنز القصة بتاعت يعني عنتيت اللي بتعنز القصة فنطينا الصور يعني في الأول مين اللي واقع الكرة طبعا أنا أنا بشوت الكرة بقوة جدا ولكن ليس لا علاقة بالمطش يعني أنا واقف جوم مثلا فشوت الكرة إيده رجلي تلعبتوا معاي كرة صحب حلو كده يصد حلو جدا يلا إيده رجلي وإيده رجلي بتجريد فالكرة خلاص فيه مع الناس التانية بتلعب معهم كرتين بلعبه رجبي اللي ما شافش عمر بيلعب كرة بكده أنا بلم 3-4 من الفريق كده وبحط جون حارس المرمى بيتقلب على ظهره زي النطط بريح بريح شوانا دعو كنتم بريح شوانا دعو مرجع جات لنا صحورية دية في فترة كده آه مصر قدرت ناريت داني صحورية دلوقتي قدرت ناريت داني ولكن هدفة لديك الأولين هدفة لديك الأولين هدفة الأولين وديكي هلأ عزين نرجعها آه والله يالله والله ياريد المهم إيه الكرة وعد في الأرض دي فاتفقنا كلنا عشان العفاريت وبتاع في عفاريت بقى وجن فهنط كلنا هذا الصور ليه إحضار الكرة كرة مكسة كرة مكسة طبعا كرة مثلا بتسعين جنيه مردت بابويا تمان سنين تحوشت لغانبي إنت بتسعين جنيه إزاي هنجيب كرة بتاعتك لا بتاعتي ده جمعية جمعية وفي واحد صاحبنا بوه في الخليج مكملنا عشان نجيبها يعني الكرة فدي إحنا نموت وإيه محصل لاش حاجة ماشي ونطينا فطبعا إيه إنت أي صوت فيه نخل ناشف بتاع فالهوى بش لا إله 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 ففي واحد صاحبنا اقترح إن إحنا نولع نار ليه؟ علشان نشوف الكرة فيه ما فيش فلاش بقى فلاش إيه بقولك الكرة بتسعين جنيه فيه إثناشر واحد دخلين دخلتوا رفعين شو على زازقاء بالجبل كده يا ريت بقى ففيش كومة زبالة روحنا طبعا إيه واحد نطي راح اشتركها بريد ولعنا زي الأفلام والله النار مسكت في البتاع فبدأنا نشوف فنخل ناشف وشجر ناشف وبتشوف حاجة لأول مرة تشوفها بقى ما احنا ما بنخش المكان ده وفجأة النار مسكت في حاجة زي الأفلام كده عارف لما كانوا أفلام عادل إمامنا حاجة درامي بنزين حاجة بس يا معل وراح الدخلف بتاع فيه وراء وبتاع حريقة الشجر ناشف فمجرد ما بيشم الشمس النار حريقة 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 اللي هو خمس عربيات مطافي جت حريقة خمس عربيات مطافي دي فإحنا إيش نجم بنا إحنا جم بنا لو إنتوا عارفين جمب ستوديو مصر جمب ستوديو مصر اللي فيه يعني بحطة مطافي ستوديو مصر جم بنا جدا فإحنا عاوزين نروح نبلغ المطافي بس خايفين نتعرض للمسؤالة القانونية ففاكرين اسمها إيكروت مناتيل فحطتنا كارت كارت فيه جنبنا كارت مناتيل وقعت صحبنا معي فروحنا حطيه تصلنا بالشرطة وإحنا خايفين نقول قالوا سلام عليكم وصبحت فيه حريقة على ناصر الشارع التلاتيني فراجب اللي أنا آيوة تمامين مين معايا نقول له فعل خير طب عبط جدا المطافي جات الأخري الأهلي اللي كلمه وإحنا حاسين إن إحنا أنقذنا المنطقة من الحريقة إحنا اللي عاملينها أصلا لأ النار بجد إنت روحت وقفت بعيد قوي إنت شايف وهج النار من فوق العمارات الثلاثة والأربعة تدوار شايف النار من فوق إيه هون لا لا حريقة حريقة لا 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 ولاقيتوش الكرة في الآخر طبعا كده ساحة أكيد بقت كفتة بقت خلال كرة إيه راحة المكاسم حر ونار فهفت ربنا ينتقم من لشاط الكرة حاسبين إنه لزي في عزب الجبريل في حتة في الهرم عزب الجبريل مرعبة جدا في حتة في الهرم يعرف عنها يعني إحنا منطقة ذاتها هيبة وتمام وكده بس مش يعني إحنا مش المنطقة اللي هو إحنا نيجا عندنا نخارج مفقود ونخارج مولود ومفيش الكلام ده يعني عادي يعني لو جيت عندي هتحس إن أنا كذاب لإن المنطقة في شكلها الخارجي تمام جدا والفكرة إن إنت لما بيحصل حدث يعني مسكو حرامي إنت تبقى مش فهم الناس دي في مين ده حالك يستطيع ببادلة دلوقتي وراكن عربية وإيه اللي إنت رازل بيه ده إيه ده إيه ده حالك أنا صبح كنت عندك كعميل كبانك إنت في البانك كنت عميل عندك إنت رازل لابي ومعاك كوزك وعاك سفوريا وإيه طب ليه بتتكلم كده دي لغة الشارع أيوة ما خلي بالك برضو أنا لولا الألم اللي أنا خدته قدامي من البيت عندنا أنا كنت هطلع بقى عوج بوك لأنا شفت الناس بتتكلم اللي هو يا عم بقول لك إيه هو الدنيا ماشية كده ومش با لما كنت بشوف اللي كنت عايزة بنفس تتكلم زيهم أيوة طبعا لأن أنا الوحيد اللي بانده هو لها ماما أيوة أيوة يا ماما الله في حلقة قبل كيب السنة كم سنة يعني مسلا نقدر نقول تلتاشر سنة من عمري قسم برب العزة اسلاام كان ساكن تحتنا بيجي الناس تجي له شاب يوميان اسلاام ما بيعارلوش حتي الريتم أيوة أيوة بيقوله غالب ينشث في اسلاام لأ احنا كان عندنا كل حد يقول حاجة يعني في شريف أيوة يا أحمد لا وفي IDEA السنائية لازم يبقى فيها حتة من الحجاز كده ال IDEA السنائية يا محمد إيمتصرين كان يقول لي يقول لي يا أنا فاكر بقى كان كلنا منلحن يعني أنا أخوي كبير اسمه أشرف أشرف وشرف شريش معانا واحد صاحبنا منه إحنا أطفال طارق طارق لا بوه ضابط ده هو ده طارق وبيندع على مامته كبه طارق وبيضطه ببقى في آخر طلب طفولي جدا طارق أنا عملت بيبية على نفسي يعني هو بس هو طارق ده الوحيد يعني إن كل ده بعد كده على كبر بقت ممكن لو أنا معيش الموبايل لو عاوز عندها على حد فهو أشرف حلو؟ أيوة لكن أنا ما هو بقفش أقول أشرف يا رايد دي أنتش التاني هو ما فيش اتولد بيندها تطلع دكتور مين اللي ولدني؟ مين لازلني من راحب هو ده؟ أيوة مين أسبسون؟ أحمد سعيد عشان فيك أزاحمد في المنطقة وأنت لما ديجد عندها أولا وكان في حقبة إن إحنا كشلل اتقسمنا كشلل في المنطقة فبقى إنا عاوزين نبقى باك إن ده بتاعنا آآ فكنت أنا وصحابي عاملين بنعمل إيه بقى؟ بنطلع في البلكونات إحنا أصلا العمرتين بتوعنا إحنا أصحاب جدا ماشي فبنطلع نعمل بقى إيه؟ تشت تشت ماجد ده مشجعين ما يعني؟ آآ ماجد ده تشت 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 لكن فيه بيب بيب أيمن مثلا دورنا صحابنا آآ وعبس وحاجة أنا لو كنت شاب زعيتا كنت زلت قتلت هنا تخلي انت براجع من الشغل وبقى تشت بيب بيب تشت إيه جريمة إنت عايز تخلع إنت بالجريمة الكاملة إيه جريمة الكاملة؟ بسهول هدف من ده أصلا إن هو بيحصل على أول السابق من نازل يعني أصلا هدف من آآ أحمد آآ أيوة أيوة إنت تشوفه نازل ولا لأ النهاردة أيوة وهو غريبا بيبقى نازل ما هو بيلا مسئولية ما هنزل وراه إيه؟ أيوة هتنزل آآ هنزل بس إنت بتنزل تشوفه إنت بتنزل تشوفه قولي يا جريمة كاملة جيم قول جريمة كاملة؟ آآ ما تقفشتش أو كانت كاملة لما ولعت في المدرسة إيه ده؟ وده شيء عادي كانتك وعاكتلون ليك مرة يعني عاكيته قبل كده تقريب لا 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 ما حدهوش ولعت في المدرسة؟ آآ في سنوي أنا ما كانش قصدي جريمة بجانب قصة يعني طيب كان آآ في المدرسة بتاعتنا كان اسمها مش حقولي ماشي فكان لها سلمين سلم اللي هو بتاع الطلبة العادي بنطلع منه وسلم تاني لازم وإنت تطلع منه وتعدي على بكتب المديرة حلو ماشي فكانوا قافلين سلم الطلبة ده عشان لو سابونا في حتة لوحدنا مننا ولينا هنفشي أخي الدنيا ماشي فكانوا فتحين لنا السلم ده فاحنا عشان نشرب سجارتين عاديين يعني اي حد يعني نشرب سجارة عادية يعني طلعنا وواحد صاحبي كان باسم الله ما سيب الخير بتاع نشرب سجارة طيب فكنا مفتحين حتة صغ ده سنوي؟ اه ماشي هو كان باب حديد كده فيه صغ من تحت ماشي ماشي بتتنيها بتعدي وتقفل كأن ما فيش حاجة حصلت شربنا سجارة كل واحد فينا شرب سجارة ورميناها من الشباك مولعة فوقت على قش وخشب وقماش وحاجات كتير قوي كل الحاجات اللي بتولع كل الحاجات اللي بتولع كل الحاجات اللي بتولع رمينا البتاعة شربنا السجارة ورجعنا تاني عادي جدا طلاب مفيش اياه حاجة شوية هرج ومرج في المدرسة حريقة 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 في المدرسة وبتاعه مين؟ احنا طبعا ايه انا وبس مبصنا البعد كده في الصهيون عشان احنا واتقفاشنا هنتفشخ طلع لنا مستر عماد الأخصوات الاجتماعي نده لنا احنا الاتنين بالاسم ايه ده؟ بتعليكم الفسق؟ نده لنا اه نفع بصامات السجارة رجل الفارو الله نده لنا احنا الاتنين نده لنا احنا الاتنين فيش حد يغيركم بيعمل حركة فيش حد بيعرف يعني بينزل كده عنده القلب ان هو يعمل كده ويشرب سجارة ويطلع غيره فانتوا اللي عملته كده اه طب يخرجوا من المدرسة عشان فيه حكومة جاية وفيه مطافة جاية طب والله يا محترف انا عندي فيديو للبتاع ده انا عندي فيديو عندي فيديو معمول معي انترفيو القصة دي انترفيو؟ ليه بقيت بلتاشة؟ ايه اللي حصل ايه اللي حصل وعملته ايه ومش عارف ايه نفسي نفسي الاقي الفيديو ده اعطاك اتعدى عليه عدد سنيني غير بتاع الاهلي ده غير بتاع الاهلي صح ايه يسقط عنك الحكم ايه بالذات يعني انت فيه معقلات الحياة ايه ده معقلات الحياة؟ اه في الاهلي ستور اه ايوا اول ما فتح الاهلي ستور كنت انا متخلف بقى بالقصة دي الاهلي واروح الستاد كل مطشو بتاعه الستور ده كان يفتح بيت انا كنت بروح كل شهر لازم اجيب حاجة من هناك لازم ما فيهاش اجيب تشيرت بقى اجيب مجة اجيب اي هبت فكانوا بيصوروا مرة هناك قطعة الحياة فقلت رأيي في الكرة المصرية يا سعيد انا كنت لا انا كنت ولا حاجة في الدنيا مش في الكرة انا رأيي مكور مصر احنا تعبنا في التلاتة بنت والناس والدنيا والحكام والماتشاط والنادي الاهلي واحنا الوقت بنعدي عندها في العالم احنا عديونا ستور وبتاع متخلف عندها في العالم ايه يعني فاهم عندها في العالم ايه بتعديها يا ابن عندها بتنتج حاجتها من زمن اي 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 اتعمل السور دا لسه فتحه في المهندسية محل! بالزبط فاهم طب عبر الحمان انت الجريمة الكاملة ايه دي مخلصش اكله ولا حاجة لا لا بفتكر حاجات ساعات مرة نسيت لا نسيت متجازات كتير طيب الجريمة الكاملة الجريمة الكاملة على عبد الرحمن ايه باكستج حافيت اركان حلو انا في الباكستج انت شفت المسرح عاركان اه انا شنغلت عليها احان انت بتدي تبقى متوتر اه 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 ينهار السويه و هو متوتر فاشك كلنا متوتريم فهو عمالي رايح جايه و فيه بوكس كده اتحكم بتاع المسرح كله و الالارم بتاع الحرايق قاعد يلاحوس فيك نعملش حاجة نعمل سرد عليه كده سرد عليه كده وعادي هو خلابك بيبقى ساند بس هون دول بيبقوا خارج التحكم تماماً قاعد بقى ما ايه وعمل حاجة دوست على الحاجة تيت سمعنا تيت الوقت بتاع الصوت قام ايه ده بتعمل ايه وبتاع انا اسف كده انا متوتر بس شوية الاسف كده كان ميل على المصر بقى عبادر بقى كان بدر طيب على المصر يا نهارك اسو لقد تفلت علي النور شوية رح ماشي رح ماشي بقى اتخذ بعد يبقى دي ايه رجع فتح الباب اللي جنبه ودخل هلو انت راح فيه ده مش الباكستيج ده مش معانا ده ده مخرج بش كانت بتاعفش بقى امرجنس طارق طارق انا انا في ظرف ومش هو اللي طلع بعدي يعني جيمي اللي كان طلع بعدي ايه انا كنت ميت بقى طب انتو بتتعاملوا ازاي مع التوتر قبل المصرح ده ملهاش ليس لها من دون الله كاشفة ملهاش الحاجة الوحيدة اللي خدتها من دكتور خالد ديوان وشاو تقول دكتور خالد ديوان قالي نظم نفسك النفس انا بعمل كده الصراحة لهو خد نفس مش عارف في كام عدة وطلعه بس يعني تمام تشعب مية كتير وتتنفس ما ده غلب بقى ما ده غلب بقى تشعب مية كتير تطلع على الاستاج بقى واقفة ما ده تعمل كده المية بتنصف تروا العطشان كده كده لا المية بجد انا بتكلم معك دلاتي بشكل علمي يعني المية والاكسوجين يعني انت فاكرة تنفس وتشعب مية كتير بتزود قدرتك على الاستيعاب الدارة ده ما هي بتبقى سليمة جدا ماشي يا صاحبي ماشي يعني انت لو عطشان قوي ما تعرفش ترتاجل قوي هتعطل انا عندي مشكلة مع الشربك كتير لان انا قبل ما ضبطته وفهمت كنت ماطلعت زينة المسرح في نسف البتالي لانا عايز Alexander الحمام ايوي واتوا ايوي تم قصدي فبقيت بعرف Requ problems كل الحاجات الفيسيولوجية دي ماشعورش بها على المسرح الفيسيولوجية أنا بفضل تلاجة أبقى عصبي جدا يوم الشو حتى من قام المسرح عصبي بدون سبب ومفيش أي حاجة تستدعب عصبية عصبي وعنيف وردود أفعالي عنيفة وبعد كده فجأة أبقى عبيت جدا وأبقى عمضة رازي في خلق اللوجر جوا الكواليس ورازي في الناس وادلوا أعلمين ما هي مش عابق إيه لحد اللحظة اللي هي بيقولوا اسمي دي عارف اللحظة اللي بيقولوا فيها اسمك دي الزم بيتوقف أبقى مش قادر أتنفذ بطلع بفضل عم كده شوية أول حاجة الناس تبتسم خلاص كاركب تبتنينا بقى خلاص هي أول دحكة دي هي السر السر خلال بك سر ليك وسر ليهم أنت بتاخد هما بيسقوا فيك الجمهور بيسق فيك جدا مش مش بيسق فيك بس إيه بيديك الاعتمادية وإنت بتدي لنفسك الاعتمادية بس خد بالك في حاجة بقى مع رفش تلاحظوها ولا لأ أنت لما بدأ يبقى فيه كريدت بينك وبين الناس يعني بقت الناس عارفة أن بدري ده ده مخفيف وراجل اللي احنا عارفينه احنا عارفينك احنا عارفينك احنا عارفينك ده بيرايحها كتر طبعا طبعا لأن انت بتبقى طالع لا بيرايحها كتر السراح لا 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 إزاي افتكر اول مرة طلعت على المسرح الناس بتبقى قاعدة عاملة كده كلهم بقى نصر القصبي اي 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 بس معك دايما أعرفش كده أنا عندي مشكلة معلش أنا ياسف عندي مشكلة مع الداخلة بتاعت تفشل فمعليش هنسأفنهم علي حاجة اي 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 ده لي خليت الناس تشحر عليها ده لي خليت الناس تشحر عليها عم أنا راجل أنا بحبش اقول كده بقى الموضوع ده بجد عندي مع مشكلة بتاعي اللي هو يا جماعة هنزق مع بعض اليوم شان الناس دي ليه بالعكس يعني بقول الناس دي جاي تجرب حاجة صعبة اه اول مرة تعالون support يعني خلي في support بس مش اي حاجة نتحق عليها انت ده غير اخلقيا وبيبقى في حالة بتاعت اما كده بيبقى في حالة ده بتاعي جماعة انتو رأيوكو هيبقى مهمة جدا فبتبقى انت بتعمل open mic والناس بتدفرك الله بصدق والناس حسب مسئولية مفارش صح ثلاثة من عشر اه في بحة اربع ايه ده اي 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 يا عم أنا راجل طالع هذر سيبنا هذر انت تحكت تحكت ما تحكتش يبقى انت زوءك ما جايش على زوء ممكن بقى انا مش شاطر وحاولك تاهد هقولك هقولك ليه عادة بيتعمل انترو في اول open mic لان الناس نفسها ساعت بقى بتبقاش فهمة ده جاي تشوف ايه مثلا في open mic بس اللي هيهوزته عمر الجمل حلو فانا جاي شوف عمر الجمل وما يعرفش ان ورا ده في ناس بقى ان فيه comedians والcomedians اللي هيطلعوا النهاردة دول فيه منهم كتير اول مرة اول مرة صح فانا بديلك انت خلي بقى لك انت نهاردة ديس طلع دي وتطلع تعمل حاجة الاول مرة صح تعمل حاجة سهلة فخليك خلينا نسابورت ما تحكش لأي حاجة بس خلي فيه سابورت ما فاهم راجل الموضوع مش سهل بتتياقش يعني ايو متتياقش عليه هو الراجل طلع اول مرة على مصرح قدام ناس خلينا لو زاز مع بعض خلينا ليبقى اليوم لذيذ وكده كده وما فيش مرة حد إلا حد معلش عشان خاطر اضحك وضحك قصة دي حاجة صعبة قاول ايو صح عمري مرم ما بتدحكش مش عارف تحكش اصلي هل شخص بيبقى متوتر بما فيه الكفاية فما تحطش عليه لود وبرشر ان كمان الناس اللي برا دي دول جاهن لك مجاملة ياعم لأ هو عدل آخر اوبين مايك ده هي حفلة الناس بتيجو بعدين انت بتبقى ساند اي حد الناس بتعمل اوبين مايك انتو بتعملوا يعني انت بتعمل معرفش انت كلكو هزون بتعملوا ده يا اما بتبقى انت الهوست يا اما بتساعدوا بزار ايو فاورادي بيبقى فيه كزا حد احنا ضمنين ان هو لطيف ودم وخفيف وبتاها هيستند لهم فانا كواحد جمهور ببجاهة فعفروس انا عارف ان انا هم ساعتين ياعم لو كل اوبين مايكرز طلعوا مش اشتر حاجة فانا بالاخر هتبصت ساعة فيه ساعة منهم هتبصت بزار فما تحط ما تحطش ما تحط انا بس ده انا حبي توصل صوتي يعني ايو على زكري انا نشلع في الايدت لا لا اصلا اراه مش مهمة بعد ازنك انا نشلع في الايدت ليه يا انا تتكرهون انا هامش على زكري ان انت لما بيبقى لك على الكريت على الناس بموضوع بيبقى اسهل بيبقى اسهل بس بقى فيه سن تشك كده الديحكة دي مجاملة ولا بجد يعني انا ممكن اكون قلتها وحش انا ممكن اقول كنه قلتها وحش دلوقتي طبعا 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 فهل ده حقيقي طبعا الناس عاد بجملك طبعا فهم يعني مثلا ايوه جماعة ما تقوليش عشان انتو مش عشان انا بدحك وخلاص ما تجاملنش فيها ايوه لو بتضحك ما بتضحكش بتضحكش انت بتبقى عارف لو انا ساعتك بييجي عليها شوز بيبقى فيه نكتة ولا افه في النص في النص الماتيريلي مثلا انا مبقولوش كان بقولو حلو وفشغ قال المرة دي قلت ومش حلو قوي هو انت اللي عارف ده الجمهور لا يعلم الجمهور ما يعرفش الجمهور لا يعلم وبعدين يا عم هيجاملني يا عم منا يا ما دحكته ايدي فيه جاملون يا عم في افه قلت وحش اخوك وزنق في افه ما لقاش حاجة ما لقيتش هزار هنا يعني انا ساعت بقول كده انت بالنسبالك جدتي توفت وحكاها قصة مؤسرة جدا فانا عمل اعمل انا مستني اقول اي حكا ده حذر عليها انت حكيت قصة وفاة بقبلها مرض بقرح فراشبة ربنا يعني ارحم الست وقال لي قلتولو ما عنديش هزار هنا ايدي ايدي حذر اقول ايه يعني فحالتك مقبول شوية لان انت والجمهور متفقين يا جمعنا هرتجل اه اه فانا وارد جدا نخيش وورد اموتكم اضحك بس انت عندك حاجة دلوقتي تقوله هادي انا دلوقتي انا وعدك بالضحك ايبا ايبا صح انا وعدك بيمليون في المية انا ممكن احذر حنهذر مع بعض وحنرتجل وانا ورزق ورزقكو على الله انا اصلا بقول دايما في اول الحفلات بقول الشو معتمد على الجمهور فلو انتو لزازل حفلة لزيزة ولو انتو مش لزازل انا اخدت فلوسك حضر اشتري مني قللي بقول كده والله بقول انا اخدت فلوسي بقولهم ستين في المية من الشو عندكم والباقي كما بد خمسة وستين في المية من الشو عندكم وراء قلتها وطب مش عارف ليه قلت النسبة دي بس انا عايز افهمهم يعني فقولتهم يا جماعة اه قلتهم يا جماعة الشو بيبقى معتمد عليكم وعلينا بس عليكم انتو اكتر بيبقى خمسة وستين في المية عندكم وعندنا وسكن راح بدر طالع اللي 35 هو عشان كاي بحب بدر دولا 65 عليكم 65 علينا والمطبخ شير والمطبخ بقى يبقى بيننا عبننا وحشير الخمسة في تباغنا ومش هنكتب ايما يا خلال انا نص مليون دولار انا نص مليون دولار عارف الناس دي ولا فيه ناس انا ما عرفش اسمهم ايه ريتل وحد يعرفهم يقول لنا كانوا بيعملوا سكيتشات على ام بي سي زمان ام بي سي كان فيه الفدر انا تفتكروا اسمة العادل انا نص مليون دولار و انا نص مليون دولار لو تفتكروا كانوا اثنين كده كان يعني ما فيه حد قصير واسمر شوية والراجل الطويللا بيداني التالي بضخم مين دول عشان دول الناس او الناس حاملت بضحك بالدنيه بيدحكوا جدا دول اللي كانوا عاملين برنامج بيقولوا فيه كودوكة ابيحة ايوا 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 اللي بتاع محمد رمضان ايوا 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 دول بقى كانوا بالنسبة لي لخز عارفك احد للوقات يشتغلوا في السعودية بالنزمان اولا. وكان بيعملوا على البي على البي سي. البي سي. ايو 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 ايو. مش البي سي بقى. تعالي نرجع المتاهين. تعالي لبناء. تعالي صارك ادوي. منهم واحد. ايو 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 انا عارفهم. منهم واحدة الدغ واخدف. وصير واسمراي. مش قصدي. والله العظيم ما قصدي بس دي. بس انت قلتها حاجات كلها. الدغ واخنف واسمراي. يبقى صير ويتخينه بزم الكاوي ومسيح. كل الحاجات. مش قصدي بقى عنصوري. بس افكرك بزي معاش اسمك. يعني ده الوقت. طب هنشرب كلنا. ليه هنشرب ديك ماء. طب انتون اخدتوني في الكلام وسيت اقول لكم الجريمة الكاملة بتاعتك. انا معدي جنب واحد في حاجة جماعة اسمها اسمه زيت باكم او زيت هيدروليك. ده زيت الفرامل. ده زيت الفرامل. اللي ما عرفوش عنه ده زيت الفرامل. تعالي العربية اللي هي شغالة. بالماستر القديمة. الحاجة اسمها ماستر. المهم يعني. ايوا. معدي كده. ليهت واحد بيقول له واحد. بتعارف زيت الباكم ده. لو رشته على بوية عربية. ينزلها زي الحلاوة كده. طب والله. فانا خزنتها. خزنتها. مفضلت في دماغي. انا ربنا هيكرمني باربعة جنيه. اشتري علبة زيت باكم. علبة زيت الباكم بدلت تعدي الستين جنيه مسلا. بالغالية فاشخة. كتير اوى الازال. اه اه. انا هحوش اربعة جنيه. واجيب علبة زيت الباكم وباكم هشوف. حوشت الاربعة جنيه وروحت اشتريت علبة زيت باكم. ليه? ليه الناس بتبيع لك? عملت ايه بقى? ليه الناس بتبيع لك وانت طفل عندك خمس سنين زيت باكم? عشان اللي عشان اللي قدي بيشتغلت بباك على العربية عادي. اه اصلا. ايه. عشان العادي ممكن يبقى باباك قال لك روح حات علبة زيت باكم. هو عمر محد يجيب باله انه هو يحط على كبوت العربية في اطراك المدايا وعشان ما نعاش في الشارع. بالزبط. لا اسمع فقط هقولك. عشان اجربها عملت ايه? امت جايب منديل. اه. وبليته منها كده. وقفلتها تاني. ونقطت عليها هي شخصيا. عشان شوفها بتشيل اللون. على العلبة? على العلبة نفسها. اه. شالت معايا اللون. بس شالته ببهتان كده. اكتب ببهتان كده. انت حاني العمل ايه ده? تمام? اه. قلت هتعمل كده في اللون هت. في ايه لون عربية? اه. عارف لما بتعمل ماسك عند الحلاق. ماسك ليسويد ده. ويشلك الماسك كده? لا عملتوش لا. بس انا عارفت مشاهدي. اه. واجهة على العربية يعني. بولت العربية. اه. عملت كده. اشرت بولت له عربية. بولت له عربية. عربية مين? عموما. احدهم. هو خلاص عارف نفسه. احدهم ولا حد انت كنت النمر عليه طيب. لا لا احدهم للاسف. ما انا عاسف طبعا انا كيد. اه يعني مفيش بني وينو ضغينة مفيش اي حاجة. متجرب يعني. عالم اترباش بس في الشارع. بس 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 بس. هي هو ربنا ارحمه ربنا ارحمه عم جمال قنبوبة. عم جمال بتاعي الانبيب اللي جانب البيت. عربية الو السنة اللي عربية مهتكعه اصلا من الانبيب متاحية اصلا. ليه مش تروسيك بلات يعني. اه. فمتعامل ايه بقى? على الرفرف. فوق العجل. الرفرف عامل كده. ومتجاي من فوق كده. ومدي رشة. اه. 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 الله ينور عليك. هي نزلت عارفيني النقط اللي بتنزل كده دي? زي تورتة عد فولا كده. اه. نقط كده. تورتة فولا. زي تورتة فولا. ده بتحكي ده فرق اجيال بقى. ده بيعبر عن مشوارك من الدول ده انتبلة اصلا. اه. يعني لاندننت قول. اه. دورتة فولا? ماavin or? اه اه. اه. ا لا تطلقوا ما كانت القطاوت كده. له. ايه كاتورز ايه? لاتي سورتير. اه التسريفات 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 شو تقصلك التسريفات؟ انا معلوماتي كاتورزي بات هو شريحة كده هو عامل سابسكريبشان عالكاتورزي اصبحت قولت فوالاو بتاع فهتكلم يا حبيل انا محل الحلويات انا محل أصلا ايوه اطلقتها بعد مني انا معرق محل الحلويات اصلا اسمه كده ايه ده انا محل حولي حلويات مش الحلويات لا 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 انا بعيد اوها عومر يا عم عارف اسكوت لوكس هو ده اخري او شورتي تعجبه لنا؟ لا لا انا هوريك او انت صاحبي دي تاليفونك معاك لي واحنا بنسج شو ممكن انا اتراجل علينا؟ بتكسبت تاعك يعني؟ راجل علينا احساب منينا يعني اصلا اولك 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 اصلي الصورة معروفة اول اهي ممكن نرفقها نت عنده صريعة جدا جدا جمهور نرفقها للجمهور او نعمل اعلان في ورابة لاش اهي لن زي اي كرتون اول شايف النقط دي؟ يا عم اسمها جرنشة جرنشة؟ دي منتابل هرم دي منتابل هرم؟ لا بيجرنش يجرنش التورطاية ايه فاهم؟ قبلك انا في فترة في حياتي اشتعادت المطاعة ايه ده اي ده اي ده السنة سنة؟ اعرفك كلمة تليل بتاعك كلمة تليل بتاعك ايوة السنة بعد ما يخلص السنة ايوة طبعا السنة بعد ما يخلص نرجعلك بس اتقشرت كده الب вой اتقشرتك شلتها كده بايدك يعني انت الطاعة السودة اهي ده kullall Ba Ickab كنت اذهبا كنت اجي العريس كده اههههههههههههههههههههههههههههههههههههة اسمعها دلوقتيْ highly agi though i uh warrior paint وريور تا فيènت ايه warrior paint بتاعك فين؟ ايه warrior paint ايه warrior paint اللي هوى عريس ميكوب يعني بتاع العريس ميكوب ببدو الله يهي ده العريس ببسة drugres بس. لك انت تخيل. ايه انا متخيل. ايه انا متخيل السليب اللابد لو كان لابسه. انا اول مرة في حياتي. سوموا بيخش يقول لك نام عرخامة فانت بتحس ان انت اخد كل حقوقك. ايه. نام عرخامة. دي كانت اول واخر مرة في حياتي اصرخ. اصرخ. اصرخ صريخ ولادة. ايه. شكرا للابس. والله يعني انا مش عارف اجيب. انا عمري ما صرخت كده. وموجوع فاشخ. انا هتجوز بكرة. مش كمان شوية. فوقت تقول له انا كنت هتجوز بكرة. بالزبط. وبعدين دخلني. دخلني كنت كان معي طوفي. دخلنا عملنا حمام مغربي. اه. اتكيسنا جوه. ليه طوفي عمله وتجربه يعني. واحساس. لا اهو كان محبة يعني. محبة يعني. ماشي. فاحساس ان الراجل بيحميك ده سخيف قوي. يعني ان انت عمل. وسداني احساس ان انت بتحميك سخيف برضو. لا لازيز جدا. لا 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 لا. لا حياتي ممكن تبقى حاجة كويسة. انا متايش حد يحميك اصلا. انا متايش حد ين دماغي يفضأ يتعمل. ايو لا يعني كل بقى اللي هو ايه? مش مش بيعني بصيت لا انا وانت بتقول حد يبقى يخسليش اعرف. انا راجل بقصيني بخارتوم زي العربية كده. كل حاجة واخدها. اتخدني مخسلة. اوه في العلاجات. اوه في العلاجات. اوه بيبقى افعد نص يا كده بس كان خارتوم بيروش يا شرق. لا اصد اومر تعال. لا اعرف مخدز على العربية للمخسلة اللي بقى مفوق كده ده. اه. نزل الجلخ وام روح. اه. 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 احنا ايه دخلنا الحمام ده? ايه. الحمام بخليبي. انه هو بقى اسمه ايه دلوقتي بقى? جرنش. جرنش. اه. بعد الجرنش قلت حاجة بتاعة الباكتج العريس بقى اسمها اه. 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 ووريور. اه. 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 ليه ووريور؟ ليه ووريور. عشان ووريور انت محارب زمان كانوا بيجوا الحرب بقى ايه ومعمل كده. اه. فانا هعمل ايه في الجواز ايه? اه. انت برضو هتروح تعمل كده بس بقى كريم تأ بشير البشرة بزبت الخوخ. زبت الخوخ. تعد بنتا ويتا والعروسة بقى في الكشة ترتين سكر فايا. ترتين تقعد في الكشة سكر فايا. اه. اه. كده. بنت ايه? بنت ايه? بنت ايه? يا حنة ابو يا. حنة? 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 حتولت حنة يا شبه. لا لا امي حتولت لي بالاكراح. قالت لي امي عملت حنة احتفالا يعني فرح بكرة للبنات بتوع البيت بتوع المنطقة. تمام? والله يا امي بقى. ليه? فرح بتفرح يعني تبسط يعني. يا فهد النات اللي عندها عروسة. عروسة هم اصحابها بيجولة. ايه بقى عاجرانها. في الكنس ابتدأت ظهر عن فكرة لتلي. لا دي في فرحة. خمسوشر سالة بقى فيها اسماها حنة عريس. في فرحة. في فرحة. في فرحة بادر نور. يا ابني لأ فرحة الفرح. هي عايزة تفرح مع اصحابها وبنات صحابها الستات وكده. ماشا. فعملهم حنة في البيت. فقوم انا طلعت ق قفلوا على نفسهم جزء من البتاع كده لان هو جوه. انا عرفت بقى ان هو. وبعدين كلهم انا متربي معهم دول يعني تمام. ماشي بس. فقعدت بره وصندت عالكنبة كده. عادت عالكنبة وحطت رجلة كده. امي كده قال لي ايه حطت لك حين قلت لها لو الشيء ده لو لمس ايدي. وتقعد تجبها لي بقى تقول لي دي سنة. قول لها لا. ما ده مش مذكورة في حديث. انا مش هحطها. قلت لك حد لا تقول لك خلي بارك انا بتنبط يلا. قلت لك لو حطيت البتاع د في ايدي انا هاعد ما كلش. لغاية ما يتروح. هبقرف ورحيتها وحشة وحاجة تقرف يعني. قالت طب خلص مش هحطت لك في رجلة. قلت لها والله ما يحصل. يا ماما عشان ما تحصرش مشكلة. قلت لها والله ما تحلف علي. طب والله ما اخشش لك بيت. قلت لها يا زيدي حضر. خلاص مش لازم. قلت لها والله عظيم لو حطت لك حين. وقلت لها خلاص هنشوف القصة دي. دخلت هي مع صحابها بقى وجران همو بتاع. وكتفينا. لا يريد ده انا حطت رج لو تعملت نمت. سحب بقى. نمت سحبت ايتها والعب جد. ليهت رجلي اورنج قوي. حمرة. تعمل الغزالة متحنة وبتاع. حطتت لي بقى ايه? عالحن حطتت لي دم غزال. وحطت لي مش عارف ايه وبتاع رجلي اورنج فاحمر. وانت كنت قدى فرحك ولا رايح تحي فرح. لا لا. دم الغزال دم الغزال دم الغزال دم الغزال دم الغزال. شرط وخل خيل. وينزل يطرق على في الشهر. فضلت بقى عامل ايه? انا تجوزت في ش ايه? فضلت مسلا شهرين قاعد في البيت بال لاكلوك. لاكلوك كده زي الجزمة بس لابسوا في رجلي عشان رجلي مبانش. انا مش اشوفوا مماظر. انا عارفينه عارفينه انت ليه شرحت لنا ليه? لا لا لا. تعرف ده اسمه ايه بالفرنسي اسمه بانتوفل. بانتوفل اه. اللي هو بانتوفلي. اللي هو بيقول علي بانتوفلي. انا عندي مفارقة في حياتي ان انا بس انا ليه شرحت لك? نساء عائلتنا يتحدشوا الفرنسية. اه ايه ده? لا الله. اه اه. كده فاهم? ام. مرار طافح بعد عنها. طب وليه ليه لين? كلهم دار السامة صندو بول ايه. بتوعتي في سانك دور جاكشيراك. بتللي ايه ركيبك المكروباس الفلوكس. انا شخزتك بي والله العظيم. لكيبت مكروباس فلوكس انزلت الهرام انت لك شده. مجرى هرأ. المكروباس الوحيد اللي بابو بتقفلش. ايه لو هو الترامكو الكبير ده. لا الترامكو طبعا بابو يتقفل. الترامكو بابو يتقفل عشان اروح الناس التانية ببتفلش. الفلوكس. ودائما شانطوتوا من وارا مفتوحة كله ايه. اعربيه الفلوكس. ايه. اعرف ايه? اه. اة عارف اا العربيه الفلوكس دي ايه. اه. اللون الاب fickا بتاعها شابه لحوام المنى وبالضبط. هيه اي عاربيه ليه 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 شوفت الفرنجة؟ آه تيت الفرنجة عربية الفرنجة بس الابيضة أيوة دي بقى اللي في شارع أنت بروحش لهارم خالص؟ لا بس الترامكو هالي موجود لا ترامكو ده بيخش لهارم شارع العريش ما فيش ترامكو بيخش لهارم لا يا رجل لا لا إزاي؟ ترامكو السيدة عيشة ترامكو سيدة عيشة سيدة عيشة سيدة عيشة ترامكو طبعا وكرداسة والمنشية والحقيقة بس الفلوكس لما كنت بركب سيدة عيشة لما كنت بركب من السيدة عيشة هروح السيدة كنت بركب ترامكو رح سيدة عرنجان بس الفلوكس دايما تركب اوه أنا الهارم في كل حاجة عمد عزلني في كل احنا عندنا تيوتا والاهاي اس والفولكس او الفولوكس فولوكس عندنا الجامعية الكبير ده اللي هو ده موجود بس لها كنت بركب عشان كنت بروح عاردي ورا ده بقى انت شام ورا ده فين؟ وفيه اتنين تبعين واحد يلم الأجرة واحد ببينده اوه أنا واحد ببينده اوه لا وسعب بيبقى واحد بس بس سيطرة تستجلي كده انت تعمل وفجأة بيوم قافل باب بولك هلم الأجرة مش أرواحكو يعني مش هلمي أرواحكو تقدر تدفعش ولا بتاعه؟ عمرك خدت بلك التبع لما بينزل بيقى فين؟ فين؟ بياسلند ايوه عند الباب بالاتجاه اللي انت هتمشي يعني فهم قصدي؟ قافل الباب بكتفه ايوه هوا نزل ووقف قافل الباب ومادي دهر للشارع وفيقعد يرزق على الباب وشايف بقى اللي هو التنزل تفتعي بس برا تصارهم حب اييييييه شاقل طب ما إفتحولوكم ما خلاص من الراجل ريّrad ايوه اشتغلت اشتغلت فترة كبيرة في حياتي في مطاعم استغلت هنا في المعادي في مطعم كل مطاعم اللي اشتغلت فيها ترمات؟ مغير بس ما تقول اسم عشان مش يقولوا الاسماء هنا. او لأ منعير مش الدرجات دي خلاص عن فين. كطاهي. لا كأنا تدركت في المناصب. في المطاعم. اشتغلت دبرساج. وباك ايريا. دبرساج ده اللي ينضب في الاكل. اه دبرساج ده اللي بيلمع العظم والاكل والحاجات. ده بقى لا ده ده وظيفة اخرى ده اللي بيخسل الاطباق. اه. وعندي قصة شهيرة يعني حكيتها ان انا كنت انا خيروني في الاول انا حصلت دبرساج ده تايتل شيك جدا. الراجل قالت اشتغل دبرساج ده ايه ولا باك ايريا? قلت له دبرساج طبعا. انا هبقى سينير دبرساج. اي حاجة في الساحل انا دايس. بس اشتغلت اشتغلت بقى واشتغلت بقى في فترة اشتغلت بارستا بقى. اللي هو انا بعمل بقى المشاريب وكده. كنت صابي بارستا يعني اسستان بارستا. فكنت بقى فعل نصبة اناول الراجل لامونة زتونة بيجرنش حاجة يعمل لك شوية كرامل. كده. اترفت 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 الراجل قال لي طلع يعني حلف عليها بالطلاق ان هو مش ان انا ان انا مش. انك توصل حد يعني بالطلاق اصلا. والله العظيم. دخل قال لي على الحرام من ديني معسيبك. ليه? اتطلق ما تترفتش يا انا انت طمدي على استقال عشان ما ايش لك مستحقات. كنت عايز اصلح الماكنة بتاعت البارستا? اه. دي بتاعت اه والله العظيم. اه. هي ضغط الهوى فيها ممكن يحرقك يخرمك. فانا ما هتفهمش ايه اللي جاء في دماغي. عايز افكها حاسة ان هي ضغطها عايلي. فعايز افكها? نا. وانا فوقف قدامها كده بفكها. ايه لو الصمولة فكت اترجح اتنقها يموت. يعني بقى كركدية تبقى تبقى. فلحقني بقى وانا خلصت بقى في اخر حتة كده. بس كنت ممسك الاكل بايدي وانا زروا الناس عشان بيبقى سوخن. لا لا حاجة يعني عر يعني حاجة ما تتعشرش يعني. اقولك بقى اقولك اقولك الجريمة الكاملة. اقولك الجريمة الكاملة. الحقيقية دع تعمل نقولش اللي فاتت ونقول دي. ماشي. في المطعم. هزا المطعم في 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 شارع تسعة. جت شلة مينا البنات في اه سنة الفين وعشرة. ماشي. عشان يعملوا عيد ملاد واحدة صاحبتهم وكانوا حاجزين طرطة بتلت تلاف جنيه. فين فين? فين فين? في عز الرخص? اه. ماشي. احاول اسم الكاملة. يلا بينا. احصريك احاول اسم يا رخص. ساعة التاتل. ونحق والشاه على الطرطة. وعملين قصة. انا انا اخديه كلية سياحة وفنادي. انا سياحة كنت طالب في كلية سياحة. ووضح انك ما تخرجتش. بس انا كنت اخذ ميسياحة اللي هم افيشن وطيران وكده. بس كنت بروح وقلهم انا سياحة وفنادي واكاديمي وبتاع فالراجل توسم فاخر. واعطاني مهمة ان انا اللي هنزل الترطة للعيد ميلاد. ايه ده هتنزل بس مش ساعة الترشاه. هنزل الترطة بس. بس. انا وظيفتيش ايال. هنفحها على كتف كده هروح هنزلها وامشي. اه. الحاجات اللي فيها ازاز وكبات وشمع وكل ده الناس التانية هتعملها. ماشي حير وجد ماشي. فدخلوني بقى المطعم اللي فيه الترطة. والله اللي بقول لكم ده حدث قصة من بالله زيام وهو كده بالزبط. بدون مفيش بجنيه حبكة عشان موضع يدحك. يعني ده اللي حصل كده. باب المطبخ اللي هو الباب اللي بتزقه يرجع لوحده ده. فانت ديفولت ايه اللي بيحصل ان انت بتزق الباب وبتخرج بتسيب الباب الباب يرجع. جميل. انا من كتر ما هم محسسوني ان ده عمل وطني انا متوتر جدا. فرفحت البتاعه كان اسمه شيف انيس لان انساها نه ربنا معاي. محط رفحت. اه ليه? فتحت الباب لجوه. حلو? راجع علي. فانا اول ما خرجت خب بالك معنا من اين? انا من اين بقى انا من اى مين? من الهارة. تقسيم اباضة. طريعت المعادي بقى حفلة. فالبنات بقى لابسة لبسة انا الكلام اكن اعتاد رؤيته حتى. اول ما شفت طورة قالوا يااه. فانا تخضيت فاتوترت فاوقفت وش هتفرج. يعني شوف في ايه اللي بيحصل. فالطورتة ملكت. طخ. لا هي مالت. ايوا فانا عايز.. الباب طبعا ديك خبطها فانا بحاول اجري عشان عايز ازبقها واعدلها يعني هي عملا كده جريت 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 لحد ما وصلت لعيد الملاي رحت مسلم عنهم كلهم كده وبتاع رحت طايرة نزلة مطرشقة وش البيت نزف الصرميك كده رحت الطرطة بالكريمة ضربت في الناس فحصل صمت طبعا ما زاد الوقت زاد الوقت كده طبعا ايه عارف عارفين عارفين فيلم اللي هات رجع على السلام لما احمن ميكي طلع سند على الباب ورح واقع فاكر الماشا سلو موشن بتاعلي هو كونه بيعمل انا بقى الناس بتعمل كده المنات بقى فيه منات طبعا بيخلاص بيجنوا من العصر السابع اللي هو نص الشوم ده بيتشل وقاله كده والدموع نزلة وانا مش عارف اعمل ايه رح تقال برافو انا مش عارف اعمل ايه برافو المين وعلى ايه وعشان ايه طبعا انا ايه التورتة بتلات الاف جنيه انا مرتبة اسعتها امتين وسبعين جنيه في الشهر يانهارس فهنا زمان بيتخس من حد دلوقتي اصلا بقى مرح زي سبورت انجليش بولة بقى دلوقتي سبورت انجليش بولة سبورت انجليش بولة من عمال الجاملة الرجل خدني الرجل راح ماخدني سحب وقاطع سبورت انجليش بودة الساكيفة او مش عايزين يسابحوا ما فو مش مسلم بصو يا جماعة راس امعلم الراجل رح ساحبني مدير المطعم رح ساحبني من وسط بقال الهسل ده طبعا نزله للناس طرط بكمبليمو بالدين يا كنبه هو خدني جوه هو عاجز او مش عافي عامل يعمل يقول لي هو انا عامل انا عامل يعمل كده انا عامل يقول له ايه طب اهدو فالد مجراش حاجة دوتورتان ومشيت يوميها روحت بلبس الشوء ايه عاوز يدومي كنت لابس بطلول وبتاع رايح بقليه فعايز يدوم يرد سنتهم عند مترو واحد ما جابوا هالي عطلوب فيه بنترونو تيشت ايه بمتوعك الاصليين طب هو ليه سابلك لبس الشغل حتى ما ياخدوك هو قال ليه همشي هو قال ليه همشي ماشوني هو هقتلني كارثة زي دي لازم يمشي عايز يخفى من قدام هو الراجل هيجيله قال لي كم ديستفال عشان بمشيك عارف لو التورتية كانت من المكان نفسه كانت دوم واحدة بقى قال ليها هتلمت هي ما جيبناها من بره وكستوميزت و البيت الواد الراجل اللي عملها لحظة واحدة عام 2010 إحن كننا متلى عشان هذا ليعمل لحد الآدنى 900 جين ساعته انا برضه بمتعكم أو الله هم غلطانين هم أنا طالعس حاوي ده استقبالها ده استقبالها الحلال فما هتصهر كل ما كانت màyيد ارب PEYG حاجة بس. عيد بلاد قلبت نكت. معرفش بقى ايه اللي حصل. هي ترقعت وكله بقى كانوا لابسين جابوا بتاع كله رجلون بقت كريمة. بتاع ترقعت في الارض تحت. اي. ايه. تعرف انت يا باب في زاعتها انت فيه انا فيه فلاشات باكات كده بتاعت. انت بحاول امسح لك. انت بحاول امسح لك. انت بحاول امسح لك. انت بحاول امسح لك. انا بحاول بقى انت اخد بالك انا بالخضة انا عامل مصيبة. انا كأنني اخد عربية واحد مثلا جيش عارف كم. ودخلت له بيها مثلا تحت تريلا. عشان كنت نايم. فانت فيه حدث انت مبوز حاجة اغلى من حياتك. ايه. انا عطر مصنين في الجامعة مصاريفي في الاربع سنين تمنمية تمانية وتمانين جنيه. الترطة كان بتنا التلاف جنيه. يعني مصاريف انا وشلتي في الجامعة كانت الترطة. ايه. كنت اقول لك ايه انا. اقول لك حاجة. اه طب ده سؤال من اول بتاع. من اول خاصة. النقل الحضارية بقى. ايه. من اللي اسمها ايه منشيت. تقسيم. تقسيم ابوازة. والله يسعى حتها في تركيا عادي جدا. ايه ايه. من تقسيم ابوازة. ايه. الى اه. عالم الاعلانات. لا انا لسه في تقسيم ابوازة عادي. لا يعني اللي سه عادي. ايه. انت الشوك اللي خدتو. النقل اللي هنا. لما رحت الشركة اللي مش هنقول اسمها. اه. 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 انسا بدأت تستعامل معي ان انا من هناك بس انا من هناك. لا لا لا. النقل اللي هنا مش اللي النقل. لا خلي براك اشنا مش هينفى اقول FB7 خلص. ايوه. ما انا مش هقول FB7. انت تشتريت فكرة انا بقولش اسمي دي. ايوه. انت تفرجش عشتين مني خلص وتسمعش شتين مني. بطول عادي. اه. طب انا بدأت في شركة هت. سبعة وخمسين كورنيشن نير معاك لا لا انا بدأت في شركة قبل ايفي سنة النقلة الحضرية مش مش اني انت نقلت روحت هناك نقلت دماغك بقى اللي هو انت خرجت من هنا من كل العك ده والله بص اقول كلام جد لمدة تلاتين ثانية انا في الاول حاولت اعمل ده يعني في الاول حاولت ان انا افيت ان وعاكده روح تواخدهم كلهم رجعت بيهم التأسير والله العظيم انا والله فاهم؟ يعني انا لقيت ان انا مش عارف يعني طول من انت على طبيعتك انت حقيقي فانت لذيذ فالناس متقبلاك اول ما هتبدأ تتعيوك سواء بقى هتعمل فيها ان انت يعني انا حتى فيه فترة في حياتي ما كنت عايز زى ما تفاكر ان انت كنت تقوله عايزين نتكلم زى العالي اللي لما حاولت اعمل كده كنت سخيف بردو اي و اي مش عارف اعمل ده هو انا زي ما انا كده يعني انا زي ما انا انا زي ما انا فانا فانا حتى يتكلم انجليزي وحد بقى يتكلم عشان انا مش شطر قوي فممكن يترجمون اه 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 انا بعمل كده يعني انا اه انا فيه ناس ببقى قاعد انا مخدتش ولا كلمة جماعة من الاحاجات دي انا كنت في فدرس لغات ايه اوه ايه اه اه انا كنت في فدرسها لغات واحد قاعدت تتكلم انا مش فاهم ايه الموضوع وهكونش اقول لها ياس شور مافيش ولا ام ولا ايز ولا ار ولا هي ونت ولا د وفيش أي حاجة من الحاجات اللي خدناها في الإنجليزي في حياتي ببص على حد من اللي معانا واحدة تتحدث الإنجليزية أحسن من العربية لقيته الشاعة ليه زهرة وترى أنت كما مش فاهمة قالتلي آه أنت بتتكلمي إيه أو ليه أنت أنا أخدتهم لا يا جماعة تعالوا كده نوع كده بال... أنا تجربتي في... أنا كنت شوية وكتفاكرة فاكرة... أنا كنت شوية طبع تفعليك ساعتها وبجيب له بسكور الله إذا كان أجمل إنسان في جد والله أجمل من وليد المغازي؟ في مكتب... مع وليد غازي كانش بيجي في مكتب... والله عظيم مكتب بتاع عمر وليد وهشام زكريا آآ نزل كل أصحابنا واللي هو بتاع آآ أحمد شبل به الله أحمد شبل ده يعني رجل جميل آآ آآ الكريتيف ديريكتور جميل 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 إنسان جميل جدا أسمع عنه من الناس كل اللي اشتغلت معاه إنهو... المكتب بتاع... كان متحملنا أنا ووليد وهشام آآ المكتب بتاعهم باعتقوا عبط مكتب في موساطيسات مية وفي آآ لعب بتاعة ماكدونالدز ومشايا أنا عامل ماتحف دلوقتي في مكتب أحطت صوري في... أنا حاطك ماتصور في المكتب كأن تحافل تقبيني الله العظيم وحارف فريدة بتسلم عليك فريدة الرشيدي آآ طبعا تعالف فريدة الرشيدي أول ما جات سيرتك وقلت لها أصحابي في اف بي سيفن وفليانو فقال لي كنت شغالة هناك قبل كده على فكرة وبشايف ايه وبقول ما جات سيرتك هل يا حبيبي دعبيت خالص ده ها ها يا عامة أنا مش هاتكلم هي بتتكلم بتقول آآ حاجات وأنا هي بت... هي هي باباها يملك حاجات آآ ايوة هي بتقول لي أنا باباها صاحب باباها صاحب بتقول لي أنا باباها عنده جامعة قلت لها باباها عنده صك يا عامة أنا مش عايز بس عشان ايه ما تدقش بقى مكلم بنهزر حاجة فانا بقول ليه يا عامة يعني وانا راكب بورشا هي التمانوم يعني على الجبيب بورشا ايوة معاها بورشا ايوة ايوة دي حاجة غريبة جدا بقولك ايه بقولك انا معاها لوجان بامش اخمس في المريوتية بنزل عشان اشوف كده حسابات القهوة تبعتك كم النهار ده معاها لوجان تاني يوم ليه في الشغل انا واقف في البلكونة مع صديقي الكريم الرئيس وفيه كده في البلكونة وهي جت وقفت جنبنا فانا لقيت عربية بورشا راكنا رافل علي وانا رايح فاكر ان انا معاها احسن عربية في الدنيا فهم اصدقك وراح بتكلم معك كل بتناك لقيت عربية بورشا راكنا فما جاش في دماغي خالص خالص فانا نازل فقلت ده الشريك الاجنابي رايح فين رايح فين عربية الشريك الاجنابي مين معاها بورش بيصحى سبعة الصبحة وتمانية الصبحة يجسد ما يعني بقى فانا نازل نازل فبتقول بقولي اذا رايح فينطولة نازل اشوف ابن بتاع البورش اللي قفل علي يا قاتلي انا اللي قفل عادي عربيتي بتقول لها اما انا انا اسف اما انا معرفش ايوه انا معرفش ان حد ممكن عادي مين يملك مفتاح بورش عشان هي متربية بشكل غير اللي احنا اول هي متربية هي متربية بس نقطة صحيح اللي هو لازم تنزلي تعرفي الفلوس بتتجاب ازاي بس وانت رجب بورش هاي ايوه اعرف ما اعرف الطريق بالبورش الطريق للبورش انا واعلم لازرق لحد ما تتميسك تفضل بجد والله ايوه اصلا هنعملها كتا ايوه مش همنعك انا مش همنعك اللي حكومة هتمنعك طول ما انت شاطر كمل اتبساك تاخد نزاك ايه بالي ايه بالي كان فيه امه دورين الشرك افيه فوق الكرياتيفز اللي ممكن تلاقي فيه ومناس شبه وشبه عمر مرة من المرات فاكر ده كان فطار كان في الرمضان لو تفتكر فنزلين فالشباب طرحت فكرة معاش ايه اللي حصل انخش الحمام في الدوري التاني اللي هو بتاع مش هارف ايه مش فوق قسما بالله انا واقف سمعت انجليزي ده لم اسمعه فيه حياتي قسما بالله واللي فاكره ان كان حد بيحكي مشكلة شخصية ما كانش شغلي ايه ما كانش اللبسي انا فاهمي انا ده كان العادي ده كان حد بيحكي مشكلة شخصية انا التلاتين سانية اللي عدتهم مستنى حد على الباب هم اما بتعصبوا وبيدقوا كلمة انجليزي مين اللي حول القناة انا مش فاهم انا انت جايز لا تتحكيني مشكلة انا عايز انا اساعدك ده منظر واحد هيفهم انت بتقول ايه انا لو حد رجلいきب الالر kunnaقلت بوبرجي استٹ pract fis مشكلاتي مش هسمعها ليه كلمة استاني الت az earn ايه ايول والعرضيع احتحلها هفاك على ايق علي ممكن ان انا هن »,غيرお願いします انتوبقفين الاغار لا لا بعد اين ذ لا لا دي ناظر ماشيخصية تماما الناس دي عندها مشاكل كل ناس عندها مشاكل يا عمم انت تاخد البورش انت تكرى اللهم بس كل واحد مشكلتها او LO يا ادوه وعايز اقولك ان العيب تلكورت ديين شوفوا لكن العيب تلكورت ديين شوفهم العيب تلكورت ديين شوفهم يتخلق دول الصحاب حاجات دليز بتاعت التبرير الى عفاكرة كلين بيتشوفوا ده شارف ايه 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 زي زي الناس اللي بيتشوف الكنت بتاعهم الحبش نقود اتفرج عليهم وبقي انت عابلهم في الحقيقة طب اللي هتلع طايم ايوا!! حصلت حصلت اوه هتلع طايم بس استل مبدحجش برضه اخ نورتنا عمر بايه? ايه ده هنمشي خلق معلش هناخد المايك ده معايا. انا عالمها. خلاص جدتوا بتانوا الحالة. احنا انت نورتنا. والله يا ده انا اتبسطت جدا. والله بجد. هنتقبل تاني. هنتخلص نعب مع بقى. خلاص انا ممكن اجي كل مرة. يلا. على سبيل الرخامات. اول كل ضيف كده. اول كل شهر. لا والله ببسطت جدا. ايوة ده مش برن. ده قاعدة لزيزة. ايوة ده اتبسطت جدا. نورتنا عمر بايه? والله يا رب نخليك. ايه بصيني. الحالة انا نورتك انت مستوى محدش مهتبني. حاولك ليه? احنا بقى اهلنا مثلا فوق الاسبوع نتقبل يوميا. ايوة. فانا مش عايز اقول لهم وحشي. مش عارف اقول لهم وحشي. اقشل جدا. يعني منتنسان مع امدك اللي هو ايه? اللي هو ايه يا اخوي. وشوية شوية دي خلصت. فيه بقى لها كده? نا. اه. ناوة. ما فيش حتى لو اما بايت فعود نك. لا اتجنبي في العربية. ناوة بظاف. مش هاي بقى بايت فعود نك كسا. بقى بايت فعود نك دي عمومة. يا عام انا بايت فعود نك انبارح. امت عمت وبيت لتنحضني قصو. وكويس ان انت بيتش تحودني. مش عايزك عبرت بالفعودني. بالظفة زيكو عميني انتو تمام. مش لابت احتكرنا لو مش احتكر اخواتي يعني اللي هو انا خلاص احنا بقنا واحد يعني حانت لايزوا حاجة لعمر قبل مقفل اخو كايف الحلقة فلو عايز تقول حاجة اقولها عشان لا والله انا ابسطت جدا ابوست فين وعمل ايه ابوستين ابوستين بس خلاص انا مش عارفوا اقول ايه نطلع فاصل ودرجع مرة اخواتي برا يا حاجة والله ابسطت جدا يا معها جدا 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 يعني تتكرر ومراك جاي بقى نبقى عندك في نهزة بقى نحاول بقى كلام حيلو بقى مرجع يلا بينا المرجع عايزي نطلع معاك بقى في فائل جدا يلا والله يلا يلا نزبط اشتري مني في فائل الجامعة ماشي اوف اه وعتباحي الوجيه دار بنار دي هو عارف مصرح كبير بقى ايه نعمل اف مصرح كبير عشان ما فيش مصرح هياخد جمهورنا الاتنين صعب لا يلا نعملها سهلة سهلة فيه تعال نزبط يعني يلا بينا سهلة مزبط بس انت عارف ان احنا بعد الكلمة الليان هابدو اقولهم دول قدام الكاميرا الكلام ده لو نزل احنا مش هنتساب لا والله يلا نعمل كده يعني يلا نعمل كده يا عمنا تعالي يلا بينا يلا بينا يلا بينا اتفاق على الهوة اهو لباية الفتحة لخميس الجيش اتفاق على شوه على الهوة اهو اتو حضرتوه بالراحة في المطالبات يعني هنعملو بس مش بكرة يعني الحلقة هتنزل هتنزل لسهات يوم الحد يوم الحد فينو اتفاقة واللسه هو بتاع ايو ايه 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 اخنا روحنا المصرح ما لقنا الكوش شوية صبل ونبرأ صبر شوية صبر ونبلع رائقنا كده على الحاجات الدنيا تبقى جميلة وحشتونا من الكنب سايفين الكنب سايفين الصرف الحمد لله ربنا قرمنا ورايحنا ظهرينا سايفنا لو كنت عدت على كرسي من دول الحلقة تلت ساعة بواسير وفقرة قطنية وربعة لو عارفين قصة عين جمال طب يلا شكرا لكم احنا بنتبسط لمبنوع مع بعض وابنتبسط لما بنجيب صحابنا اللي بنحبوهم يعودوا معنا فيرب دايما مبسوطين ويرب دايما في أيام سعيدة ولذيذة واي حد زعلان ياعم والله حقك عليها ما تزعلش أصلي فتكرش احنا قاعدين كده وإحنا تماما الدنيا جديسة علينا الدولار اللي عندي هو دولار اللي عندك فالدني كلها بايزة فهم قصدي فخليه على الله يلا اشتري مني لو فيك مني لو تسمع تعرف بالسلم لما تنتي زيك بالمي الضبط فهم فهنوان نسبع دينا ونحكي باي دحكة تسمع وبتعري مانا شابعك أسلوتي جميل يلا السكرة معك بتسمعنا تحس إنك ما بيننا حلقات وراغيك معنا ما انت خلص صاحب منك هدأت أشيل لو أصحابك دحكة لما مبسوط قاعد أبعيس نقصك قاعد أبعيس نقصك والله نقصك اشتركوا في القناة شكرا